بتبدأ حلقتنا لما وقعت ليتا على جورية والإصويرات بتاعتها شبكت في فوسطين جورية وتقطع والبنت اعتجرت للجورية وجات مومي تيم وقالت يساعدني أبلغ الجميع أن ليتا خطيب تيم وطبعاً ده صدمهم كلهم وكل الأخبار انتشرت في كل مكان أن تيم خلاص بقى خطيبها تيم قال لها اللي انت بتقولي ده هو انت فاكراً اني هاسيب ده يحصل انت بتعملي معايا زي ما عملتي مع تيا جم الحراس ومسكوه فكيفن حدف له مفتاح العربية فجري على جورية وشده من قيدها وجري لكن بنكتشف انه مشدش قيد جورية أصلاً ده شدي ليتا وجري وطبعاً أصحابه كانوا هيتجننوا من اللي هم عملوا والكل كان واقف مصدوم وبنيجي بقى لصدمة تيم لما بيكتشف ان اللي معايا ليتا مش جورية وقالت له اينو هاللعبة المريدة اللي انت بتلعبها دي فنزل من العربية وقالها هنزلي قالت له لازم ترجعني للبيت قالها خدي كل حاجة وروحي انتي قالت له لازم تتعلم المسئولية فجي علشان يسيبها ويمشي فنطت على ظهره وعادته في ويدنه فبيفضل يسرق زي الأطفال الصغيرة فبتقوله هو المكان ده نقطة ضعفك قال لها لأ ففضلت تجري وراه وتقوله طب خليني يلمسها مرة تاني وبنكتشف ان هي مجنونة زيها زي تيم بالضبط مامة ليتا حاولت تعتذر لمامة تيم على اللي حصل من بنتهم لكن مامة تيم قالت لها دي كلها حيوية وتيم بيحب النهضة من البنات وطبعا بتقول كده علشان تضايق جورية وقالت كمان ان ليتا مناسبة جدا لتيم وبدأ الصحفيين يسألوهم وجورية كانت وقفة بتتفرج على تسرحتهم رين قالها اشجاكت بتاعه ولبسه لجورية وقال لها ما تقلقيش انتي عارفة تيم كويس وقواعد تترددي بسبب خطة مامة تيم وبصت لمامة وهي بتقول الصحفيين هم هيحددوا حياتهم احنا الكبار ملناش دور في شؤونهم وتيم على وشك التخرم واكيد مش هيستنوا ان هم يتجوزوا بعد الجامعة اكيد هيحددوا حياتهم قبلها بكتير وبقت كل الاخبار بتتكلم عنهم وبس وتاني يوم في المدرسة جورية بتتبع الاخبار وتيم بيتسل بيها لكنها بتكنسل عليه ومش بترد وبيجي البنات يضايقوها بالكلام فبتقوم علشان تمشي فبيفضلوا يتكلموا عنها وحش فبتجري للسطح وبتفضل تصرخ كعادتها فبتلاقي حد بيقول لها بتصرخ لي وطبعا مش بيكون رين خالص وبيكون تالي قالت له بتعمل ايه هنا؟ قال لها وافظفني البواب في السر كده ان ادور على الحاجات حوالين المبنى وده سر وبيديني فرصة اني اعرف معلومات اكتر عن حياة ال F4 قالت له انت ليه محتاج معلومات عنهم؟ قال لها انا بهزر فبتبص من الصور فبتلاقي واحدة بتنط من على صور المدرسة وبتدخل جوه والامن بيجري وراها فالتالي بيقول لها في ايه؟ قالت له مفيش انا لازم انزل بسرعة وهي نزلة بيشوفها تيم وبيمسك ايديها وبيقول لها ليه بتتجنبيني؟ قال لسه انا بس مستعجلة قال لها انا بس عاوز صحاحلك اللي حصل مبارح اللي حصل كان غلطك انتي ليه ممدتيش ايدك علشان امسكها؟ ليسا محتيلي امسك ايد حد تاني اعتذريلي بقى فقامت هوب بضرباه وكان يستاهل الصراح وبيجي امجي وكيفين بيلقوا مرمي في الارد وجورية بتجري وبتقابل ليتا وبتخبيها من الحراس ولما بيسألوها عنها قالت لهم جريت من اتجاه تاني خالص جورية دخلت قعدت معيها وقالت لها ايه خلاك تدخلي المدرسة بالطريقة دي كان ممكن تقول لهم انك خطيب تيم قالت لها بالعكس هيكون الامر متعقد اكتر وكمان انا هنا مش عشان تيم انا هنا علشانك انتي امبارح انا قطعتلك فستانك انا صحيح ملاقيتش زيه بالضبط لكن جبتلك غيره جورية بترفض لكن ليتا بتكون مصرق جدا وبتقول لها ده علامة جريه ندرة فبتقول لها مش هاخده قالت لها لو ما خدتهوش هيسيبه هنا لأي حد ياخده فجورية بتفتكر لما رفضت تاخد التليفون من تيم وقال لها هيسيبه هنا لأي حد ياخده فبتاخده منها وليتا بتقول لها متأكدا انك هتبقي فيه جميلة وبتمشي وجورية بتروح لبيتها وهي بتتفرج على صور تيم وليتا واول ما بتدخل للبيت بتلاقي تيم قاعد بياكل مع اخوها قالت له فكرتك في معيد مع خطبتك قال لها نهربت انا رجعت يومها علشان اخدك لكن لقيتك مشيتي وكمان النهاردة ضربتيني قالت له ام روح لخطبتك قال لها انا مش عاوزها ام اللي اجبرتني عليها قال لها لازم نتكلم انا وانتي انا من مبارح ما نمتش حتى شوفي من قلة تركيز جرحت نفسي وكمان كنت حزين وكمان مخدت الشدية عيد ميلادي وفي حد عاوز يتجوزني وانتي اصلا مش مهتمة قالت له ما كنتش جايبها هداية او رميتها اخوها قال الهدية في التلاجة ورح خدها وكان مبسوط بيها جدا فسمع في الاخبار عن انخفاض الاسعار اللي في البورصة بسبب الحالة الصحية لاهم رجل اعمال في تايلاند فشكله اتغير كده وقال لجورية هشوفك بعدين ولازم امشي دلوقتي حالا وصحابه كمان شافوا نفس الخبر وكانوا مش مرتحين لمامي تيم وحاسين انها بتخطط لحاجة وكمان مامي تيم كانت مع سكرتيرها ولما سألها عن تيم وليتا قالت له مش دلق لقني خالص كل حاجة هتمشي لوحدها لكن اللي بيحصل للنهاردة من ناحية الشغل حدث فريد مش بس في تايلاند لا وفي سنغفورة كمان وكان قدامها الجورنال مكتوب فيه انخفاض المخزون لدى شركة تي ان وكمان انخفاض صحة مالكها اللي هو ماكرون تاني يوم بيروح تيم وبيصح يرين علشان يوري البسكوتي اللي جورية عملته له رح رين اكلها قال له يعني انت جاي بدري علشان تصحين يعني شنشوفوا البسكوتي قال له لأ قال له يعني سمعت عن حالة ماكرون قال له ايوة عشان كده لازم ارجع للبيت شوية قال له طب وليتا قال له ما تقلقش عندي طريقة اتعامل بيها معاها وفجأة في محل الورد بنشوف ام جي وكيفن داخلين بيجرو وشكلهم كان مرحق جدا وتعبان سألتهم جورية اللي حصل قال لهم تيم طلب مننا ان احنا نسعدوا في التعامل مع ليتا لو في خريطة هشرح لكم افضل وجاب الخريطة وقالوا ان هم راحوا الاول للملاهي وفضلت تلعب كتير واقنعتهم بعدها ان هم يدخلوا رحلة مائية وبعدها طلبت منهم انها تاكل وبعدها طلبت انها تروت سؤس ظهور وانتهى بينا الامر هنا كان جاء لت له وهي راحت لبيتها دلوقتي دخلت ليتا وقالت لها انا لسه كلي طاقة وكلي حيوية وطبعا هم كانوا جابوا اخرهم وليتا قالت عليهم انهم مملين جدا وطلبت من جورية تخرج هي معاها وجورية قالت لها بس انا عندي شغل قالت لها يعني لو حد اشترك كل الظهور اللي في المحل مش هيكون عندك شغل وقتها تخرجي معايا عادي بعد كده بنشوفهم بيعملوا شوبينج وشافت جورية شنطة بس اتصدمت من سعرها وجيت ليتا واشترتها بكل سهولة وبعد ما خلصوا قدمتها لها الجورية فرفضت انها تاخدها قالت لها شفت ان الشنطة عجبتك فاشتريتها لك فرفضت تاخدها برضو فقالت لها لو مختياش هسيبها هنا قالت لها وانا كمان هسيبها هنا فاعتذرت ليتا وقالت لها نشاكلي دايقتك وضغطاكي معايا اصطنا عمري ما كان ليه اصحاب ومعرفتش اتصرف ازاي مع اصحابي جورية قالت لها انا مش متضايقة بس مش تشتريش ليه حاجة تاني لان ده بجد بيضايقني تحت الفستان اللي جبتيه معرفتش احطه في دلابي لان السحاب كان مكسور فوعدتها انها مش هتضايقها تاني وفي نفس الوقت سألتها وسحب دلابيك مكسور ليه هو دلابيك شكله ايه فاخدتها جورية لبيتهم وكانت مبسوطة جدا لانها اول مرة تشوف دلاب من النعدة وطالبت من جورية تسمح لها انها تيجي عندها على طول وانها كانت مبسوطة جدا وان اليوم معاها كويس وقالت لها انها كانت تتمنى يكون في حياتها حاجة بسيطة لكن بابوها كان دايما مأمن حياتها حتى علاقتها مع اصحابها ولاد اغنية وبس وانها قررت انها تكون صديقة لجورية وجورية وفقت بصدقتها فقالت لها ان حبارة خطبتها ده بغير موافقتها وان الي خطت لكده اهلها واهل تيم وسألتها عن علاقتها ببتين فجورية قالت احنا مجرد اصدقاء وفجأة بيجي تيم واخو جورية وبيشوفوا ليتا وجورية مع بعض تيم قال لها ايه اللي جابك هنا قالت له انا وجورية بقنا اصدقاء انتي بتعمل انت بتعمل ايه هنا انت كمان صدقاء صح انتي قلطف يا جورية من انك تكوني صديقة الحمر زي دا والسانو طويل فقال لها جورية كمان قلطف من انها تكون صديقة لاردة زيك وفضل اشتم بعض زي الاطفال وجورية كانت هتتجنن منهم وكيفين كان مع كان ينجي في محل الوردة بيجاهزوا الطلبيات لطلبتها ليتا وكان ينجي شكارته على مساعدته ليها وكان خلاص يمشي باسترجع تاني وقال لها نجعين ممكن تشوفي حاجة ناكلها سوا ورحت وجابت له زبادي وقال لها دا اكل اطفال لازم تهتمي بصحتك شوية وفضل يهزر معاها شوية وبعد كده فضلوا يتكلموا عن ليتا والمؤامرة اللي عاملها مام التيم لخطوبتهم بس اللي شغلهم اكتر اسه بالتقرب لليتا قال ليتا من جورية دلوقتي اكيد وراها خطة هي كمان خفت كان ينجي على جورية واتصلت بيها فقالت لها شكلها تعبانة جدا قالت لها مالك فجابت الكاميرا على ليتا وتيم وهم بيتخانقوا مع بعض وتاني يوم بتمشي ليتا من عند جورية وشكرتها على النوم عندها وان اليوم كان معاها ممتع جدا ومختلف وانها هتعيده تاني فدخلت جورية تتكلم مع تيم عن ليتا وهم بيتكلموا فجأة بيحضنها وبيقول لها ان هغيب لفترة مهما حصل استنيني وخليك صبورة وسبها ومشي جورية قالت انا عرفت تيم من سنة كنت فكرة ان انا عارفة عنه كل حاجة لكن ادرقت دلوقتي انهم يتفهمش بسهولة وشافت خبر وفاة الملياردير ماكرون وكمان رين وامجي شافوا الخبر وكيفن قال للكاننج استعده يطلب منه كمية كبيرة جدا من الظهور وتيم بيرجع لبيته وبيكون خبر وفاة ماكرون منتشرة بشكل كبير جدا وبتستلم جورية وكاننج تجهيز الورد المكان الجنازة فبيجي كيفن وبيساعدهم وقال لهم لازم يتكونوا مهتمين لأضاق التفاصيل لو حد عجبوا شغلكم هيتفتح لكم مجال كبير جدا جورية قالت له في موقف زي ده مفيش حد بيفكر في الشغل قال لها وفاة ماكرون تغيير لكل حاجة ولإقدارة البلد كمان وخاصة بالنسبة للعشاء العقارات اللي زي تيم على الرغم انه هو غير مفهوم في البداية لكن لازم تكون يفهمها يا جورية وبدأت مراسم الجنازة اللي حضرها أهم الشخصيات في تايلند واللي من ضمنهم الافي فور وعائلتهم وبيدخل تيم وجام بوليتا وجورية كانت وقفة تتفرج وقالت كنت فاكرة ان تيم مش فاهم عالمي لاني بدلوقتي فهمت ان انا اللي مش فاهم اي حاجة في عالم تيم بتروح جورية تقف برا وبيشوفها تيم وهي طلعة ورين بيطلع وراها وبيقعد جنبها ويلاحظ ان الشوز بتاع ليتا تعبها وانه مش قدرة تقف فبيعتذر وبياخدها ترتاح وجورية بتقول لرين انا مش فاهم حاجة من اللي حاصرت النهاردة دي قال لها انا كمان لسه اول مرة لي احضر مرسم زي دي فقال لها اتكلمتي مع تيم قالت له شكله مشغول تيم بيدي ليتا لازق الجروح اللي كانت جورية تدتهوله قالت له انا دلوقتي كويسة يولا نكمل المراسم قال لها عاوز اتكلم معيك جورية في الوقت ده كانت بتسأل رين تفتكر هيقدر تيم يعمل حاجة للخطوبة دي وتيم قال لليتا انا مش موافق على الخطوبة دي وانت كمان مش موافقة صح قالت له تقدر تعمل حاجة قال لها بس احنا مش بنحب بعض وملناش دعوة بشغلهم رين قال لجورية الظروف والوضع كله مقلق دلوقتي وليتا سألت تيم شكلك مؤمن بالحب قال لها الحب ده اعظم حاجة بالنسبالي لو مش بتؤمني بالحب فدي مشكلتك لكن انا اهم حاجة بالنسبالي الحب جورية قالت لرين اعتقد ان كل حاجة هتبقى كويسة تيم قال لليتا مش هسيب حد يتئذي بسببي جورية قالت تيم عنيد جدا وهيلاقي اكيد طريقة ورين قال لها المشكلة بالنسبالي مش في مشاعر تيم انا قال قلمت مشاعر ليتا هل هي فعلا مش بتحب تيم وفي الوقت ده كان فعلا ليتا شكلها عجبها كلام تيم وحبته وبعد كده بتخلص المراسم وبتيجي ليتا لجورية وبتقول لها ان عليتها رحت مع عائلة تيم وصابوها لوحدها عشان خافوا انها تعمل مشاكل عزمتها على عصير وقلت لها كنت بتعملي ايه هنا قالت لها كنت بحاول افهم حياتكم وبقرأ عن ماكرون شوية لكن ما فهمتش اي حاجة ليتا قالت لها ولا انا كمان فهمها كل اللي عرفوا ان ده امر مهم بابا قرر يسيب شغله يدخل للسياسة وده يخليه افضل ولكنه قال ان السياسة مش لأي شخصه خلاص قالت لها علشان كده انت اتخطبت لتيم قالت لها صعب افهم ده ولكن اذا كان بامكان يدعمه باي شكل هدعمه قالت لها طب وحياتك ليتا قالت لها عايز اسألك على حاجة والحبه مهمة بالنسبة ليكي قالت لها طبعا مقدرش تخيل ازاي يعيش مع شخص مش بحبه دي حياتنا يا ليتا ومينفعش نكبر حد على الجواز مع حد مش بينحبه قالت لها علتي قالولي دريسي تيم لفترة من دلوقتي لكن انا مترددة ومحبتش شخصيته وحستت ان علتي عرفتني على شخص اسوأ ميت مرة لكن بمجرد معرفتي بيه عرفت انه هو لطيف جدا وعنده كده جانب طفول مش عارفة ليه كنت مترددة وافتكرت وها بيكلمها عن الحب وقالت لها انا دلوقتي تأكدت انه هو زي ما قلتي الحب مهم وعشان علتي تسيب شغلها في ايد حد ويدخله السياسة هيكون الحد ده هو تيم لاني بؤمن اني هحب تيم في يوم من الايام كل ده بتسمعه جورية وهي سكتة يا قلبي بجده كان الموقف النهاردة حزين جدا في الحلقة دي وبتشوف اللازقة اللي اديتهاله وهي على رجل ليتا وليتا بتصدمها اكتر وبتقول لها انها حبيته فعلا وبتروح لبيتها وبيتصل بها تالي فبترده فبيقول لها على شغله لازم تروح له وبيقول لها لازم اساعدك وبيكونوا في مخيم علشان يقدموا في الوظيفة وبيكونوا عامل حسابها في كل حاجة وبيتكلم معاها شوية كتير عن الاغنية وبيقول لها في النهاية انه هما طبق او احنا طبق او ما ينفعش نبقى مع بعض وتاني يوم بترجع لبيتها تلاقي تيم نايم قدام بابها وبتنادي علي وتصحيه بتقوله ايه اللي جابك هنا قال لها جايب لك اكل من اللي بتحبيه وبيدخل يعمل لها الاكل وبيقول لها نهربت من البيت علشان اجلكم علشان طول الوقت عندي شغله مش بيخلص وان مامته جايباله حرس مخصوص يرقبه ولو عارفت ان هنا هتبعتهم ياخدوني بس الجورية هتحميني اكين جورية بتمسك تليفونها وبعد كده بتاكل معاهم وبيفضل يتكلم عن شغله والايام الممل اللي بيقضيها وكمان ليتر لنفسه يخلص منها لكن جورية مش بتقول ولا كلمة وفجأة بتخرج من صمتها وبتقول له انت وليتها جمال قوي مع بعض ومناسبين من ناحية الاعمال والنسب وفي نفس الدايرة الاجتماعية تيم واخوها مصدومين من كلامها تيم بيقوم يشدها من ايديها وبيقول لها قومي نتكلم برا طلعت معاه قالت لها فاهميني في ايه قالت لها مش غلطانة حياتك مع ليتا هتكون افضل قال لها قلت لك انها حل الامر قلت لك بس خليك صبورة قالت لها انت متأكد من كلامك انا كل ما صبرت اكتر كل ما فهمت علامكم اكتر وفضلت تعايت وقالت له احنا بنحارب اعترف اننا حتى لو تجاوزنا كل المصاعب ده مش هتكون في النهاية معايا ومش هتكون دي النهاية اللي بنتمناها عاوز نصبر قد ايه انا تعبت يا تيم انا عاوز افضل زي ما انا وانت لازم تكون مع حد مناسب ليك قال لها هنقدر وهنكون مع بعض يا جورية قالت له فتح عينك وشوف الفرق احنا مختلفين عن بعض قال لها عاوز انا اعمل ايه انا بحاول يا جورية ومش قادر قالت له انت معاليتا مش مضطر ان انت تحاول وهتقدر تحبها قال لها بجد يا جورية انت حستي باي حاجة لما قلتلك ان انا بحبك حستي باللي عملته عشانك فضلت تعايت وهو فضل يصرخ ويقول لها جاوبيني وفجأة بتوصل عربية الحرس فقال لها انت عرفت عيلتي اني عندك قالت له ارجع للعالم بتاعك فضل يصرخ ويقول لها عملتي كده ليه جم الحرس وخدوه غصبا عنه وهو فضل يصرخ وينادي عليها وهي فضلت تعايت جورية راحت توصل اخوها علشان مسافر لامه وابوه وكان زعلاني انت تيم مش موجود وفضلت حضناوي عياتهم الاتنين وبعد كده بنشوف تيم وبيروح لليتا وبتيجي مكالمة لجورية وبتنزل بسرعة وهي مخدودة وبتفتح الباب وبتكون ليتا وبتقول لها ايه اللي جابك دلوقتي قالت لها مليش غريك احكي له اللي حصل مع تيم تيم جالي البيت وبتفتكر وتيم معاها وبتقول له ايه اللي جابك هنا اشتقتيلي فقال لها عاوزك تكوني حبيبتي قالت له بتهزر قال لها هنا بتكلم بجد قالت له لا انت بتهزر فطلع تليفونه وبعت لها على الفيس طلب ارتباط وقال لها هحبك فوافقت على الطلب وبدأ الكل يهنيهم في التعليقات وجورية كانت مصدومة من كلامها وليتا بتقول لها كنت مفكرة بيهزر بس لما بصيت في عينه عرفت انه هو بيتكلم بجد ولما قال لي انه هيحبني انا كنت سعيدة جدا جورية قطعت كلامها وقالت لها مبروك وليتا حضنتها وجورية فضلت تعيط وطبعا المدرسة تقلبت على الخبر ده وجورية مجدش المدرسة والتالي اللحظ عدم وجودها وفي الاخبار قالوا ان ارتباط تيم وليتا حدث كبير جدا هيسان في تغيير حال البلد وكان ارتباطهم في البداية مجرد تجارة لكن الوضع تغير لعلاقة حب بجد تيم كان في بيته ومانع ان اي حد يدخله ومسك البسكوت اللي عملته ليه جورية لانه بقى الزكرة الوحيدة منها دلوقتي وفجأة دخلت ليتا بعد ما عملت فوضى كبيرة جدا مع الخدم علشان يدخلوها لتيم وفضلت تتحيل على تيم انه هو يوافق بوجودها ولما زهق من زنها قال لها عملي اللي انت عايزيه ودخلت وقعدت جنبه وهو كان بيبعد نفسه عنها فقالت له الاخبار بتتكلم عننا وبيسأله عن حفلة تخرجك لو هتطلب مني ان انا اروح معاك فما ردش عليها فطبعا فضلت تزن فقال لها انا مش هروح اصلا قالت له دي حفلة تخرجك لازم تروح طبعا ففضلت تزن عليه وهي بتقرب منه فزقها وقال لها انت ايه مشكلتك فوقعت على الارض هو بصلها بقى انها زالت وكده لكن هي قامت ووقفت على الكرسي ونقطت عليه وقالت له عاوزة روح الحفلة وطبعا في النهاية هو اضطر يوافق بعد ما اتحيلت علي كتير فقالت له طب يلا بينا على المدرسة هتتأخر على متحانك قال لها عرفت منين ان انا عندي متحان فطلعت مفكرة وقالت له سألت ام جي وبنشوف ام جي وهو رايح يتمرقع مع بنتين وبتيجي ليتا تسأله عن تيم ويقول لها اي معلومات عنه مهمة او كده فبيقول لها انا مش فاضي علشان معايا البنات وبيجي يمشي فبتقول له كده هتسبني طب ابنك اللي في بطني ده طب لو انت تحكت علي فيرحم البنتين دول فطبعا البنات خافت ومشوا على طول قال لها دلوقتي انت فاضي قل بقى فطبعا بيقول لها على كل حاجة وبيحكي اللي حصل دل كيفن ورين وكيفن بيكون متضايق من اللي هو عمله وبيقول له فكر في جورية قال له انا ما زلت مع جورية كيفن سأل رين انت تكلمت مع تيم عن جورية قال له لأ ام جي قال له هو مين يقدر يكبر تيم على حاجة ممكن تيم يكون حب ليتا كيفن قال له تيم مش الشخص اللي ممكن يتنقل من واحدة الواحدة بسهولة كده فبتتصل كاينج وبيقوم يكلمها ورين كمان بيروح يدور على جورية وبيطلع لها على السطح فبيقول لها بتعملي ايه بتفكري في تيم كلنا محتارين بسبب انفصلكم قالت لحنا ما كناش في علاقة ارتباط من المقام الاول قال لها لو سبت الامور كده مش هتكوني بخير فبيجي لها تليفون وبيكون اخوها باعت فيديو ليه مع ام وابوه وتتفرج عليهم وهم تكونوا وحشينها جدا بعد كده بتقول بصوت عالي اللي يحصل يحصل لازم اتخطى كل اللي بيحصل ده وقالت لرين ارجوك لو عندك وقت فاضي ساعدني في دراستي وفي الامتحانات عشان الامتحانات قربت جدا بعد كده بنشوفها في المكتبة وبتشوف دعوة حافلة تيم وبتفتكر وهي لسه مع رين وبيقول لها لو انتي مش بخير ما تتصرفيش بعكس اللي جواكي قالت له لازم اعدي وكمل له قدام زي ما تيم عمل قال لها تيم مش من النوع اللي بيقدر يتخطى وينصى بسرعة وخاصة لما الامر بيكون يخصك انتي وفجأة بتلاقي الكل بيجرى على الشباك وبتروح تشوف في ايه فبتلاقي تيم وليتا وليتا بتقرب منه وبتبوسه وفي نفس الوقت ده بيكون اصحابه وقفين وبيشوفوا اللي حصل جورية بتتدايق وبتدخل ورين بيشوفها وبيروح لها تيم بيزوق ليتا وقال لها ايه اللي عملتي ده قالت له دي علشان اتمنى لك التوفيق ما كل المخطوبين بيعملوا كده قال لها بس انتي ما تعمليش كده تاني قالت له المرة اللي جاية هعمل اكتر من كده جورية بتروح للمكتبة وبيجي البنات يدايقها بالكلام لان طبعا دي فرصتهم ولما بيزيدوا اكتر في الكلام وفي المداي قليها بيجي تيلي وبيوقع عليهم الكتب فبيمشوا وجورية بتشكروا على اللي عملوا علشانها فادها ظرف فيه ملخصات لامتحاناتها علشان تعرف تزاكر كويس فسألته لو فيه وظيفة قدامه فقال لها ازاي واحنا داخنين على امتحانات فقالت له لازم اساعد عيلتي قال لها وظيفة فيه وظيفة دلوقتي وظيفة انك تكوني مراتي قالت له ها قال لها كنت بهذر فيه وظيفة انك تستلم المكالمات وتساعديني في شيل الحاجات وانا اوصلها فهنكون طول الوقت مع بعض قال لها مسمعتيش عنها قبل كده قالت له مسمعتش عنها بس موافقة فمندت ايدها وقالت له اتفقنا فشدها عليه وقال لها على فكرة لما قلت لك تكوني مراتي ما كنتش بهذر ففضلت تضرب فيه وقال لها خلاص خلاص كنت بهزر معاكي ورين كان واقف وسامع كل ده جوريا قالت لكاينج ان ليتا باس التيم قالت لها وانت عملت ايه قالت لها هعمل ايه ليتا جميلة وتستحق قال لها ازاي قالت له ليتا صاحبتي واللي يسعدها يسعدني وبيجي تيلي وبياخدها وبتمشي فكاينج بتقول له لو عندي نص شجعاتها كنت عملت حاجات كتير قوي قال لها انت تقدري وامتحانات ال F4 بكرة قالت له يعني جوريا هتمتحن بكرة قال لها لا الاكبر هيمتحنوا الاول فقال لها لو في حاجة عاوزة تعمليها ما تتردديش فبصت لبوكي الوارد اللي جنبها وبعد كده بنشوفها في المدرسة ومعاها بوكي وارد ام جي بيقول لها انت بتعملي ايه هنا قالت له جاية هنيكم على تخرقكم قال لها بس البوكي ده معناه ان الجاية تعليني عن حبك لحد لان الظهور اللي فيه زهرة الحب قالت له لأ فين بقيكم قال لها تيم مش جاية النهاردة وكيفين بيستعد علشان هيقول خطابك وطالب متفوق بقى قالت له كيفين متفوق قال لها مش مهمة زاكر عشان ابقى متفوق كفايا نعمي بقى وزير التربية والتعليم رين سألها عن جوريا قالت له مع تيلي هو زمينكم هنا في المدرسة لكنهم بيكونوا مش عارفينه اصلا ورين بيكون قلقان جوريا كانت بتذاكر وبتشتغل في نفس الوقت وتيلي بيقول لها لازم تهتمي بصحتك وبيجيب لها اكل وبيقول لها خلي عندك وقت الاستعادة قالت له ازاي هكون سعيدة وانا في الوضع ده قال لها سهل جدا وقرر يغير لها المود ويعمل لها رحلة مع الشغل وكيفين في نفس الوقت كان بيقول الخطاب عن الحياة اللي كانت ازاي في المدرسة وتيم كان في بيته بيأكل البسكوت اللي عمله تجورية وطبعا بتدخل ليتا من غير استئزان كعادتها وكيفين بيأتخده بيخب البسكوت وبتقومه غصبا عنه ويروح معاه يشتره شوية حاجات وكيفين بيقر الخطاب بتاعه وبيقول مفيش حد من انا معاه قالت زمن يرجع يطلح بيها اخطاقه لكن ممكن ان نتغير في المستقبل وتيلي كان بيعمل كل حاجة تسعد جورية فعلا وليتا كمان كانت بتحاول على قد ما تقدر انها تسعد تيم جدا وكيفين بيقول لازم نؤمن ان الطريق للامام بينتظرنا بغض النظر عن الطريقة وهينتهي وينتهي خطابه وخلاص جيه وقت اخر طلب لجورية وتالي وكان تيم وليتا في المول وطلبت منه يستنيها تدخل للسوبر ماركت تجيب حاجات مهمة قال لها تعالي وهبعد حد يجيبها قالت له لأ دي حاجة مهمة ولازم اجيبها بنفسي وهو وافق موفد الواقف مستنيها شاف جورية مع تالي في نفس المكان اللي هم فيه وتالي قال لجورية هجيب فلوس وهجيلك وجورية راحت تجيب اخر طلب وجي تيم وقف جنبها وفي الوقت ده رين كان داخل للمول وشاف تالي ومعاه شباب وقفين يتكلموا فصورهم علشان يتأكد اكتر من شخصية تالي دي وهو مين وتيم بيسأل جورية بتعملي ايه هنا وبيجي تالي وبيلغي الوردر وبياخد جورية علشان يمشوا لكن تيم عاوز يعرف مين تالي ده ومعاه بيعمل ايه اصلا فبيزقوا فبيقع في الارض فجورية بتدائي وبتقوله ملكش علاقة بي انا وانت ما بقناش حاجة لبعض وليتا بتيجي وبتشوفهم وجورية خدت تالي ومشيت ومشيت تيم وراهم فقرب تالي من جورية وقال لها تيم ماشي ورانا روحي هاتي الامن بسرعة وفعلا بتروح جورية للامن وتيم بيتخانق مع تالي ولما وصل الامن شافوا ان تيم ضرب تالي لكن جورية بتكون مصدقة ان هو ضربه لكن تيم بيقول ان هو ما ضربوش وبيتضيق جدا ان جورية مش مصدقاه وجورية جريت زقته وقالت له انت هتفضل كده مش عارف الصح من الغلط قال لها وانت من يومين سبتي حبيبك القديم والنهاردة مع واحد جديد فبتضربه بالقلم وبتيجي ليتا وجورية بتقول لتيم من النهاردة ملكش علاقة بي ابدا قال لها هتندمي راحت جورية لبيتها وقفلت تليفونها وقالت ان خلاص ال F4 مش هيكونوا في حياتها من تاني وتاني يوم بيقول الكل بيجهز لحفلة تيم وهو كمان كان بيقفل تليفونه وبيرمي البسكوت اللي اديته له جورية في الباسكت وجورية في المدرسة بتفتح غزنتها لقيت الكرت الاحمر وفجأة حد بيزق الخزن عليها وبتقع في الارض وزمايلها حواليها من جديد وهي بتبص للكل وهي خايفة ام جي بيقول الكيفن انه بيتصل بتيم وتليفونه مقفول وبيسأله عن علاقته بكاينج وبيقوله دي علاقة عادية وبيضحكوا وبيجي ريني وبيقولهم عاوز رأيكم في حاجة وخبر الكرت الاحمر بينتشر في المدرسة كلها لكن حتى البنات اللي بيقراه جورية بيكونوا مستغربين وبيقولوا انه مستحيل تيم يعمل كده ريني بيوريهم صورة تلي وبيقولهم انه في مجموعة ضد الـ F4 وبيقرب الصورة وبيقولهم ان الشباب اللي مع تلي دول مقلوفين لي جدا والبنات شافوا على الجروب ان المرة دي الكاميرات اتقفلت وعقوبتها هتكون في كل مكان في المدرسة والطلاب كانوا بيدربوا جورية بكل عنف وبتجري منهم وبتستخب تحت السلم وتلي بيجي من وراها ويحط يده على بقها ويسحبها والـ F4 راحوا يتأكدوا من شخصية تلي وتلي قال لجورية انا هنا علشان احميك بس الجورية بتكون ينتقم منك سيكو فيا وانا هحميكي وبعد بحثة عن تلي بيعرفوا انه ما عندوش اي مشاكل لا مع تيم ولا شركتهم ولا عيلتهم اصلا وفاجأ بيجي الطلاب وتلي بيخلي جورية تهرب لكن كان الطلاب خلاص مستنينها برا رين كان عمالي يتصل بجورية لكن تليفونها كان مقفول وعرف ان اكيد في حاجة غلط فزد صحابه ومشي والطلاب خدوا جورية للملعب القديم اللي كان ممنوع دخوله وسألتهم عن تلي وانه مالوش علاقة وقالت لهم محدش يأذي فضربوها فزقتهم وحاولت انها تهرب لكنهم زقوها فتخبطت في الحديدة ووقعت في الارض مغمى عليها فصعبت على البنات اللي حتى دول كانوا بيكرهوها وقرروا يكلموا حد علشان يساعدها لكن الولاد حذروهم انهما لو عملوا كده هلكونوا مكانها وفي الوقت ده بيوصل رين وبيجرى عليها وبيحضنها وبيحاول يفوقها وفي نفس الوقت ده بيوصل تيموليتا للحفلة اللي الكل كان مستنيهم فيها وبيتصل كيفين برين فقال له جورية اخدت الكارت الأحمر قال له مين عمل كده قال له بيقولوا ان تيم هو اللي عمل كده فاتحقق من الكاميرات وانا اخدها للمستشفى وشال جورية وطلع لبرة وام جي راجع الكاميرات واكتشف ان عاملين هاكل الكاميرا واتصل برين وقال له اللي حط الكارت هو تيلي ورجع بيجي تيلي وبيخبط رين على رأسه وبيغمى علي وليتها بتجيب باسكوت لتيم وبتقول له انا عملته بنفسي وعملته علشانك وبتقول له نقدمته افضل مع عندي وقالت له ايا كان اللي صنعلك الباسكوت التاني فواضح ان هو حد مهم جدا لي فممكن توفر لي انسحة في قلبك علشاني وانا هفضل طول الوقت في محاولاتي دي علشان تقدر تحبني بعد كده بينادوا عليهم علشان يحضروا العرض والرأسة اللي هتحصل وبيقرب الكل والدنيا بتكون ضلمة وبيطلبوا ان الكل يطلع تليفوناتهم وينوروا بيها وتيم بيفتح تليفون وبيلاقي فيديو معمول لجورية وهي مضروبة ومربوطة وبيقولوله تعالى لوحدك وبيبعطوله اللوكيشن بتاع المكان ليتا بتقوله في ايه فبيرمي الباسكوت بتاعها في الارض وبيدوس عليه وبيجري وتلي بيقولهم ده وقت الانتقام من الاففور جورية بتفوقت لقي نفسها في مكان مليان صور ومعلومات عن كل اللي اخدوا البطاقة الحمراء وكان اغلامهم موجودين هناك قالت لهم انت بتعملوا كده ليه فسمعت حد بيقول لها مش هيجاوبوكي لان قلت لهم ما يجاوبوش لاني كنت عاوز تيم يعرف ازاي الانسان بيحس لما حد مهم بيتعرض للضرب قالت له تيلي قال لها انا قاسف كل حاجة كان مبالغ فيها وقاسف على اني ربطك بالشكل ده وبشكرك على سكتك فيه وقتها لكن كل حاجة هتنتهي قريب قالت لهم تعاوز ايه وتيم كان وقتها في عربيته وماشي باقصة سرعة واتصل بي كيفين وقاله اخيرا قدرنا نوصل لك جورية في مشكلة قاله عارف تيلي بعث لي رسالة قاله يعني انت عارف كل حاجة قاله ايوه انتو فين دلوقتي قاله معارين لانه تعرض للضرب قاله وانا في طريق التيلي قاله اوعى تروح دفخوا معمولك قاله ازاي يسيب جورية معاه قاله انا عارف انك هتروح لو مهما حصل اسمعني كويس ودى التليفون لام جي قاله تيم الناس دي مجموعة ضد الاففور جمعوا كل اللي بعتنا لهم الكرت الاحمر وقاله تيلي هو اللي عمل كده قاله هو سبب جمعهم وهو اللي اتصل بيهم وكمان هو على اتصال ببوبا فكره وبوبا ده بقى يبقى الولد اللي اترب في اول حلقة من الاففور تيلي قالي لجورية في شخصة قبل منك خد الكرت الاحمر اسمه بوبا علشان كان عاوز يفضحهم ويوقف الكرت الاحمر ده وفي النهاية هو اللي خد الكرت الاحمر وانا بعمل كده علشان انت امنه قالت له هو اخوك قال لها ولا حتى قريبي وبيفتكروا هم كانوا لسه اطفال وبيجي ولاد اكبر منه يضربوا بيأخذوا منه فلوسه فبيلاقي مفك فبياخذوا وبيجري عليهم علشان يقتلهم لكن بيجي ولد صغير وبيزقوا وبيقولوا ده المجرد حرمية قوعة تعملت كده فرجوا على الولد عشان يضربوا تاني وكان الولد ده بلغ الشرطة والشرطة جاد خدتهم الولد اعتذر له واتعرفوا على بعضه كانوا تيلي وبوبا واتفقوا يبقى اصحاب لها انا وبوبا بقنا اصدقاء جدا رغم فرق الطبقات اللي ما بيننا عيلته كانت طيبة جدا معايا وانا كنت ولد يتيم وهم علموني كل حاجة وقدرت لقي وظائف واكسب فلوس وخلى باله مني جدا زي اخو واكتر كمان وكنت اصب فيه لحد كبير جدا وكنت شايف انه في المستقبل هيبقى حد كبير جدا لكنه حتى مقدرش يبقى في المستقبل طبيعي واللي كان السبب في كده هما الفور وتيم في الوقت ده كان جايب اسرع ما يمكن جورية قالت له انت حتى مش طالب في المدرسة قال لها انا اخترقت بيانات المدرسة وزودت بياناتي قالت له ازاي عملت كده قال لها مش صعب لو قلبك كله نار وكعندك التكنولوجيا والمعلومات اللي تقدر تساعدك ان انت تعملي كده وتغذي حقك وتنتقي وافتكر لما حصل فيروس في اجهزة الشركة بتاعت والد بوبا وصلح هو العطل اللي في الاجهزة وكان مبسوط جدا انه قدر يوصل لمرحلة زي دي وجي واحد من الاشغالين في الشركة وقال له ليه ما قلتديش انك كويس في شغل الهاكل لدرجة دي لان انا كنت ودار على المحد لاني محتاج مساعدة وعاوز كل مألفات الشركة على الفلاشة دي تالي طبعا رفض قال له انا اتربيت في الشركة دي فحطت السلاح على ظهره وهدده وقال له مجرد ما تنتهي من شغلك هقتلك فجالوا توقفون وراح علشان يرد وكان وقتها تالي بيسجل كل اللي حصل ولكن واحد من الحراس شافه وقال له بتعمل ايه وطبعا مسيكو دربوه وقال له انهم هيقتلوه لم مجرد ما هيفلصوا ولكن بوبا جيب سرعة بس جيل واحده واتضربوا طبعا هم الاتنين وطلع ما بلغ الشرطة بس لما سمع صوت الشرطة رئيسهم جير بسرعة على الجهاز علشان ياخده لكن بوبا حاول انه هيوقفه علشان ما يهربش لكن الراجل ما كانش لسه هيرغي معاه فطبعا طلع سلاحه وجاء علشان يضربه فالضربة جات في تالي لانه هو ضحب نفسه علشانه وقرر تالي وقفه النزيف بلزق يعني كده يلزق له الجرح اي كلام باي شريط لزقه خلاص فطبعا بيروحوا المستشفى وبيتعالج وبيفضروا يتحكوا علشان يدرس العلوم والتكنولوجيا اكتر علشان موهبته ما تبقاش على الفوضي وتالي قاله انا صحيح مندفع لكن انت اماني الوحيد وبكون مرتاح جدا لما بتكون جنبي ووافق تالي انه هو يدخل للكلية دي وكانوا مبسوطين جدا مع بعض وكمان اداله حاجة زي جراب كده يمضيلوا عليها كتذكار لليوم ده وهو نايم في السرير بقى مضروب بنشوف بعد كده انه هو الدكتور بيحكي لهم تفاصيل الحادثة واللي حصل وقال لهم من الضرب ده ما كانش عنيف ولكنهم سابوه في غرق في المياه اللي كانت موجودة في الارض لما اغمع عليه يعني كده وده كان سبب الحالة الخطيرة اللي هو كان فيها وان نيابة المدرسة عاوزة تحل المشكلة ودي وما فيش في ايدينا اي حاجة نعملها ولما لقينا بوبا كان في ايديه التوقيع طبعا اللي تالي كانت دهوله وطبعا تالي لما اخده كان عاوز ينتقم لي والمدرسة بعدها نيمت القضية وما بقاش فيه حق التلي خالص ووالده صرف كل اللي يملكه على علاجه لحد ما بقى مديون وقفل المصنع بتاعه وطبعا السبب في كل اللي حصل ده كان ال F4 وطبعا ما فيش اي دليل فاستخدمت معلومات بوبا علشان ادخل للمدرسة وجي حظي اني جيت متأخر والملعب القديم يتقفل وما بقاش فيه كارتة احمر اصلا بس ده مش معناه اني فيش حد بيكره ال F4 وبدأت اعمل ابحاثي واجمع اللي اتعرضوا للكارت وبيكرهوهم لان الامر ما كانش سهل قدرت الاقي مجموعة صغيرة جدا بس هي اللي بتفكر بنفس تفكيري وجيلي يوم اللي هناخد فيه حقنا من الشخص الوحيد اللي فلت يا جوريا هو انتي انا تعودت انك ضدهم لكن شوفي دلوقتي كان زامنك واقفة معنا لكن شوفي نفسك دلوقتي انتي فين قدرت ازاي تسامحيهم قربت منهم كمان ومش عارف ازاي خدعت تيم لكن لازم تعرفي انهم قد ايه اشرار فاتش الاواني جوريا علشان تبقي معنا وتغيري رأيك جوريا جابت اخرها خلاص وصرخت فيه وقالت له انت عاوز ايه انا عاوز امشي من هنا قالت له يعني بعد كل اللي انا قلته ده انت لسه مش فاهمة قالت له فاهمة لكن بغض النظر ده مش الطريقة الصحي اللي ممكن اتغضى بها عن اللي بيحصل ده قال لها دي الطريقة الصحي مع دول اللي مسكن الدنيا في ايديهم ومفيش علاج ليهم وهم اشرار بطبيعتهم قالت له انت قلت انهم مش قادرين يتغيروا لكن انت شايف ان ده صح فافتكر وتيم كان معاه وتلي فضل يستفز فيه علشان يضربه ومدي ايده عليه علشان يضربه كمان لكن تيم اتدايق وكان فعلا هيدربه لكن مسك نفسه ولما تيلي سمع صوت جوريا رمى نفسه في الارض وان تيم ضربه يعني جوريا قالت له انا متدايق من نفسي جدا لانك خدعتني بس اكان لازم اعرف ان تيم عمره ما هيرجع الكرت الاحمر تاني لازم يدفعوا التمن يا جوريا قالت له يعني مش انت اللي المفروض تدفع التمن عشان اعتديت ما تعملش كده يا تيلي وصك فيها ما فاتش الاوان لتغييرك فصرخ فيها ورمل حاجة في الارض وقال لها اخيرا وصلنا للنهاية وفي الوقت ده كان خلاص تيم وصل وقال له خل جوريا تمشي قال له ما تخافش انا مش هأزي جوريا قال له انا عكسك تماما انت بتضمر حياة الناس وطلع له الكرت الاحمر وقال له ده الكرت اللي دمرت بيه حياة الناس كنت بتستخدم صر واتعلتك علشان تغطي على افعالك تم قال له فعلا انا اللي عملت كل حاجة فمسكتوا الله وبدأوا يضربوه وجوريا فضلت تصرخ وتقولهم سيبوه لكنهم كانوا مستمرين في ضربوه وهي تصرخ وتعصب تيلي من صوتها وقال لها في وجود تم انت معادش ليك اي لازمة كل اللي عليه كنت تتفرجي وبس عليه وهو بيتضرب والاحلى من ده كله اننا ننشر له مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في المنظر ده فقالت له بطل تخضع نفسك انت مش كده قال لها انا مخضعتش نفسي انا بخضعك انتي قالت له انت مش شخص وحش لو كنت وحش كان فعلا بوبا كرهك من القصة اللي حكتها لي بوبا اختارك علشان انت شخص طيب سيبك من كل اللي بتعمله ده انت جواك حد كويس فبيجي ولد من اللي معاهم وبيضقه في الارض وبيقول لها بطل تتكلمي في الفاضي وقال لتلي اهتمي بيها علشان تسكت فتيم سرخ جمد قوي لما شافت رمض في الارض فتيم جاب ازازة وضرب بيها الولد على راسه وكمل ضرب فيه وقال له مين اللي قالك تضربها وقال لها انتي مش فهمة انا امتى بكون سعيد دلوقتي يا جورية وراح يضرب في تيم وجورية فضلت تصرخ وتقول له كفاية قال لها انا سعيد جدا وانا بعمل كده وفضل يضرب في تيم اكتر ويقول له اتكلم وقول لي كفاية فتيم قال له انت هتوقف لما هتحب بس عايز اقول لك ان دا مش وش حد سعيد خالص باللي بيعمله فضل تلي عيط وقام كمل ضرب في تيم وجورية كانت بتبصله وتعيطه بتصرخ علشان يوقف وتيم قال لها ما تقلقيش الجورية انا مش هموت بسهولة فقالت له دافع عن نفسك قال لها لو قومتها اخسر وتلي زود ضرب فيه وكل الولاد كانوا خايفين جدا من الحالة اللي وصلها تلي ومسكوا الولد وقال له كفاية هيموت في ايدك فقال لهم لو مات انا هتحسن وروح علشان يجيب كرسي عشان يدربوا بيه وجورية فضلت تصرخ وحاولت تفك نفسها وقامت بسرعة قبل ما ينزل بيه على تيم ونامت على تيم والضربة جت عليها هي وتلي اتصدم لما دا حصل وتيم فضل يصرخ ويندي على جورية وتلي فضل يعيطه بعد كده بنشوف جورية في المستشفى وكانت بتتكلم مع كيفين في التليفون وقالت له انها فائت فقالت لها انا كنت فقدة الوعي من زمان فقالت لها تعرفي اللي حصل لتيم هو كويس ولا لأ فسكتت كانينج وجورية جريت على بره على الاستقبال علشان تسأل على مكانه وجريت على القوضة فلايت اصحابه كلهم متجمعين معاه لكنهم غطين وشه على ان تيم مات فقالت لهم هو دا بجد لكنهم مردوش عليها وفضلوا ساكتين ففضلت تعيط وتقول له ازاي هتسبني انا حتى ما قلت لكش قد ايه انا كنت باكرهك ولا حتى قلت لك انا بقيت قد ايه بحبك اكتر من الاول العادة كملت ضربي فيه هو وامجي بعد كده شدها تيم وقال لها انت مش سعيدة ان انا بخير انا بقى سعيدة انك قلت لي انك بتحبيني وانا كمان بحبك فضربته وقالت له دا وقت رومانسية وفي الوقت دا بتتراجع ليتا عن انها تدخل للقوضة علشان سمعت كل حاجة حصلت وبتمشي وبترمي الورد اللي جابته في الباسكت ونزلوا كلهم علشان يروحوا بعد زيارة تيم وجورية وكيفن بيطلب من كاننج انه هاي وصلها ولما بتركب مش بتكون عارفة مكان حزام الامان وبتقول له مش عارفة الناس بيحبوا العرويات الغالية دي على ايه فقال لها هقولك دلوقتي بيحبوها على ايه ومشي بسرعة جدا وهي فضلت تصوت ووصلها وقرب عليها فافتكرت انه هيبوسها لكنه كان بيجيب حاجة من جنبها ودي كانت رسومات جدته لطريقة عمل اكليل وشبكات الورد الرئيئة وقالت له انها ملاقيتش دا على النيت خالص فقال لها طبعا لانها فريدة وانا كان ممكن اساعدك كمان انك تنفذيها فقالت له شكرا على كل التفاصيل الصغيرة اللي انت علمت هالي دي انتنا تكلمنا كتير وانا هوريك النتيجة بعد كده في النهاية ونزلت فناده عليها وقال لها عتني بجورية كويس هي مرت بوقت صعب جدا ومحدش عارف اللي ممكن يحصل بعد كده كيف نبعت لتيم ايه هي الخطوة اللي هنعملها بعد كده قال له عندي معروف اطلبه منك وبعد كده بنشوف ايم جي وهو بيستلم ملف بوبا ورين بيروح للمستشفى يستلم تقاريره التبية وبيجي تيلي وبيقول لرين انت عاوز تعمل ايه رين قال له احنا اتفقنا ان كل اللي حصل ده كان بسبب ماضينا ولازم نصلحه وتيم قرر يجمع باقي الطلاب اللي لدها الكارت الأحمر ويعتذر لهم كلهم قال له اعتذار دي انا نية مين اللي هيخفر لكم قال له انتيم راح فعلا وكل الطلاب سمحوا معادش فاضل غير بوبة بس رين قال له من وقت ما تيم قابل جورية وهو ضغير جدا فخل الامر ينتهي زي ما لازم ينتهي فعلا قال له كان لازم ينتهي بشكل تاني انه ينتقم منكم كلكم وقت ما كان بيسأل مين مسؤول عن الكارت الأحمر اللي كان بيحصل معا تيم كله كان متصور وهو كان مصوره فيديو فقال له الطريقة الوحيدة هي اني افضح افعالكم وايا كان مين اللي كان قايل لكم انتوا تبدأوا الكارت الأحمر ازاي كان لازم تاخدوا جزائكم وافتقى الرين ان كان حوار الكارت الأحمر ده بسبب مومي التيم وهي اللي قالت عليه بعد كده بنشوف جورية وهي راجع لبيتها وبيجي مجموعة يخطفوها وتيلي قال لرين اعترافك وأخطأك كل شيء هينتيها قبل فوات الأوان واللي خطفوا جورية وادوها لبيت تيم فقالت لهم جايبيني هنا ليه لمامة تيم وطلع تيم هو اللي أمرهم يجبوها مش خطفينها يعني فقالت له جبتني هنا ليه قال لها عاوز أقولك على حاجة واسماعيلي كويس قال لها رين قابل تيلي لكن تيلي قرر انه هينشر كل حاجة عن الكرت الأحمر هتكون أخبار كبيرة بمجرد من خبر ده ينتشر وتيلي عاوزني اعترف قبل أي عقوبة تانية لكن لو وافقت حياتي مش هتكون زي ما كانت قالت له يعني هتعمل ايه قال لها خط قرار وبيفتكر وقت مارين كان بيتكلم مع تيلي وبيروح ياخد من إيده التليفون وتيلي بيقول له هتضمر الأدلة كعادتك قال لها بفكر من وقتها وكان لازم الأمر ينتهي انت المفروض تنشر الفيديو النهاردة صح الأمر اللي لازم ينتهي دلوقتي حالا ونشر هو بنفسه الفيديو وقال لها عشان كده قبلتك عاوزة اعتذرلك فضربته وقالت له انت عارف انت عملت ايه طلعت تليفونها وبحثت ملاقيتش أي أخبار عن تيم خالص قالت له مفيش أي حاجة قال لها انا حملته بنفسي أكيد كتبت اسمي غلط قالت له لأ فتالي في الوقت ده بعت لها رسالة ففتحت الرسالة قال لها انا عندي حاجات كتير عاوزة اقولهالك أنا آسف على كل اللي حصل خلتيني أشوف حاجات كتير ما كنتش شايفها من جوايا ما كنتش عارف أعمل حاجة عشان كده قررت ألغي انتقامي من تيم ومن القف فور عمتا وشكرا لإنك ساعدتيني قولي لتيم في المرة اللي جاية لما تنشر حاجة بأشوفها الأول أنا كنت عامل ان البوست ده يكون خاص بي أنا وبس فقال لها أنا كده مش هتعاقب قالت له لأ قليف تكر هو معبوبة وكان بيقول له هو ليه بابوت ما خدش حقه من الناس اللي كانوا بيحاولوا سرقة الجهاز والمعلومات قال له ان الراجل اعتذر والاعتذر والندم كافي جدا طالما صاحب الاعتراف ده هيتغير فعلا وكان جورية وتيم مبسوطين جدا ان الأمر عد على خير وقال لها أنا أحاول أعمل كل حاجة في حياتي صحة علشانك وهتشوفي بنفسك وقالت له وانا هكون موجودة علشانك دايما قال لها تعالي معايا وورها في التليسكوب الشوب في السماء وكان منظرها خيالي قالت له حلوة قوي بس للأسف مش هيدوم للأبد فطلع لها سلسلة أمر زيهم كده وكانت على شكل شهاب بيعدي من جنب نجمة وقال لها سنعطاه مخصوص ليكي ومكتوب عليها من وراء جورية تيم وبصيلها وقال لها بحبك يا جورية بحبك فعلا وأمر حب ليكي ما هينتهي قالت له أنا أسفة بس مش موافقة على كده قال لها أيوة فين المشكلة قالت له انت عارف ان انت لسه في علاقة مع ليتا فتوتروا فعلا كان نسيها وقال لها أنا فعلا كنت ناسح وار ليتا ده خالص قالت له ليتا صاحبتي وانا مش عاوز أزيها قال لها هنأتكلم مع ليتا وعندي أمل انها تفهم فبصت على السلسلة ومندت ايدها تدهاله فرفض وقال لها خليها معاكي وانا هصلح كل حاجة وهرجع أسألك تاني فقالت له لازم أروح دلوقتي قال لها باتي هنا قالت له لأ ما ينفعش قال لها ما تخفيش مش هعمل فيكي حاجة هنقضي الليلة بنتكلم سواه بس فقالت له لأ أشكك مش مطمني وبدأت تضربه وتهزر معاه فوقعت الفوزة كسرتها وفجأة دخلت ليتا وهم على السلسلة وبيهزروا سواه وقالت له هم انتو بتعملوا ايه فجوم يقولوا انهم كانوا بيهزروا عادي فقالت له قبل ما تشرح اي حاجة عرفني ازاي في وقت زي ده جورية هنا مش المفروض يمسحتك الشخصية مسحتك الخاصة محدش بيتخطاها فجي يتكلم قالت له خلي جورية هي اللي تجاوبني لانها هي اللي قسرت القعدة قولي يا جورية انت هنا كنت جاية مستخب بيه ولا بتخنيني فدخلت رئيسة الخدم وقالت انا اللي سمحت لها بالدخول واسفة اني مقلت لكيش لانا لان احنا عينناها هنا في الخدم مسؤولة عن تيمت شخصيا وكل حاجة بتخصه وطبعا جورية صدمت بتمشي ليتا وجورية بتشكر رئيسة الخدم على مساعدتها قالت لها انا شايفانا دي الطريقة الوحيدة اللي هتدفعي بيها تمن الفوزر اللي قسرتها قالت لها هي الفوزر بكام قالت لها بسبعين الف طبعا جورية صدمت فقالت لها له مش عاوزة تشتغلي ادفعي لان انا هنا لازم كل حاجة في غياب صاحبة البيت تكون مزبوطة جدا قالت لها خلاص انا موافقة هشتغل وعرفيتها على تيتي وجيو الخدمات الاساسيات في البيت وقالت لها هيساعدوك وهيعرفوك على الشغل ويسابتهم ومشيت والبنين كانوا متفاجئين وسألوها مش انتي صاحب التيم قالت لهم ايوة لكن هشتغل معاكم فترة مؤقتة تاني يوم لبسوها لبس الخدم وبدأوا يعلموها الشغل وراحوا يهتموا بقود التيم وهو نزل وقعد معاهم ورئيسة الخدم كانت نتبعيهم وراحت جورية تنظف قود التيم وكان طالع من الحمام وفضلت تصرخ قال لها المرة دي الحق مش علي دي قطي فقال لها انا بحاول اتكلم لديتي علشان انهي معاها الموضوع لكن هيا مش بترد على تليفوناتي انا مش عاوزك تقلقي انا هحل كل حاجة وانتي ركزي بس في شغلك ولا حد دايقك في البيت عرفيني قالت له ما تقلقش انا في افضل حال جت رئيسة الخدم وقالت لها كويس ان انتي بتساعد تيم لكن ممنوع الكلام معاه قالت لها انا اسفة قالت لها طب يلا كملي شغلك علشان فيه وراكي مهمة لازم تعمليها انك تأكلي تيم فاتفاجأ اما الاتنين فقالت لها انا هاكل ده قالت لها ايوة ده روتين ولازم يتعامل يوميا فبسطت لتيم وقال لها روتين لازم يتعاملت يوميا اعتني بيا بقى وهي اخدت الاكل وفضلت تأكله كأنه بيبي لسه صغير والاكل كان صغنى عليه وفضلت تبردهوله وقالت له كويس ان محدش شايفني في الوضع ده وكان وراها واقف رين وبيصورها كمان وام جي فضل يتريق عليها وقال لها هنشر السورة دي على كل مواقع التواصل الاجتماعي قالت له اوعى تعمل كده قالها بهذر معيك فقالت لهم انا تقريبا محبوسة هنا ومش هقدر حتى اروح لشغلي مع كأننج ام جي قال لها ما تقلقيش انا بعتلي حد يسعيدها مكانك وطبعا بيكون كيفين وصاحب المحل بيقولهم عندنا شغل كتير جدا والمفروض يخلص وكمان في ورق دعاية لازم يتوزع وكيفين بيقول الكأننج مش لازم نوزعه بالطريقة المعتادة قالت له طب هنعمل ايه فطلع لبرة وقال اللي هيشتري وردة هياخد معي بوسة مني وطبعا كل البنات جريت علشان ما صدقوا ان هم يبوسوا حد من الاففور وبدروح جوريا تكمل شغلها وبتكلموا رين وام جي عن ليتا وقالوا انها محدش عارف يوصل لها وبقالها فترة حبسة نفسها في بيتها وكمان افل حساباتها على السوشال ميديا يعني مش هيعرفوا يقابلوها غير لما بيروحوا لها بيتها فقال لهم خلاص انا هروح لها رين قال له هيا مردتش على مكالمتك فاكيد مش عاوزة تشوفك هيكون افضل لو رحنا احنا وتكلمنا معاها قالوا له بس خلي بالك من جوريا وخلي مساحة بينك وبينها فقال لهم عيب انا عارف الصح من الغلط وطبعا تيم لما بيقول كده كلنا بنعرف هو نوع عليها اكيد وجوريا بتكون في الحديقة بتاعتني بالاشجار وتيم بيروحي رائبة ولما شفيته قال لها بتفرج على الحديقة عادي وبالغلط المقص بيجرحها وبيجري عليها تيم يتطمن عليها وبيقرب منها وبيفضل بصص له في لحظة رومانسية كده ولكن فجأة جوريا بتحس انها شايفة ليه تقدمها وبتبعدوا عنها وقالت له انا اسفة بس اقدر اعتني بنفسي ورحت للمطبخ وفضلت تتكلم مع نفسها وفضلت تقول ايه الورطة اللي انا عملتها في نفس دي وجات رئيسة الخدم وقالت لها انت مش في ورطة وبدأت تعالج لها جرحها بنفسها وقالت لها انا مش بتكلم عن الجرح اللي بيدي قالت لها انا عارف انت بتتكلمي عن ايه انا من زمان مع تيم وعارفة ومتأكدة من احساسه وشعوره اتجاهك كنت في البداية مستغربة لكن لما جيتي هنا عارفته هو مهتمة وعاوز يحافظ عليك ليه وكان عنده حق قالت لها تقصدي ايه قالت لها الحقيقة ان الفوضة ما كانتش غالية انا عاوزاك يتصبري لان تيم مش عادتوا انه ياخدوا الامور بجد كده لكن لما بيهتم بحاجة بيعمل اللي يقدر عليه علشان يوصل لها ممكن الامر لا ياخد وقت لكن هيحصل وصاحب المحل بيشكر كيفن على انه وزع الورد كله وطلب من كانونج تقفل المحل لانه مكتفوا من البيع النهاردة وبس كيفن كمان من فرحته ورين بعت رسالة لكيفن وقال له ليه ترفضت تقابلنا وكيفن عارف ان كانونج حاولت انها تعمل الاكليل زي رسومات عيلته لكنها فشلت فقال لها يعني معاك معلم عظيم زي ومش عاوز تطلبي مساعدته هعلمك انا وقعد يتكلم معاه عن الورد والحفلات وعمل لها كمان نسك فيه عشان تركز معي وقال لها قلتلك ركزي مش طول الوقت بتفكري فيها قالت له انا بفكر في جورية قال لها ما تقلقي الجورية مرت بحاجات كتير انا عارفة لكن هي هتبقى كويسة قالت له بس انا عاوزها تكون سعيدة في حياتها قال لها الحب ده شيء حساس جدا في النهاية لازم حد يتقذي وهي سرحت معاه في الكلام وجرحت نفسها وهي بتعمل الاكليل فقرب عليها جدا وكان خلاص هيبوسها لكن حس فجأة ان في حد بيندح عليه فسابها وقال لها هجيب شنطة الاسعافات قالت له خلاص وحطت صباعة في بقها زي الاطفال بالضبط كده فهو ضحك عليها وقال لها لو مش عاوزة تتقذي ركزي قالت له مين عاوز يتقذي قال لها فعلا لكن هي دي الحياة وفي الوقت ده كان تيم بيرن على ليتا وهي برضو رفضة ترد عليه جات جوريا لتيم فقال لها على ليتا واللي بتعمله معاه وقال لها اتكلم مع امي عشان نخلص من حوار الخطوبة ده فبيفضلوا يتكلموا يهزروا سوا وبتقولوا ام من هنا عشان ننظف مكانك وبيتفاجئوا بليتا وقفة قدامهم فجات رئيسة الخدم وقالت لها من امتى انت هنا قالت لها من وقت طويل وكفية انا شفت خدمتكم بتتصرف ازاي مع صاحب البيت فقام تيم وقال لها كويس انك هنا عشان في امور لازم تتصلح قالت له امور ايه انت فاكرني ان انا غبية كل حاجة واضحة عارف انك انت وجوريا بتحب بعض وعارف انك عاوز تلغي الخطوبة لكن انت فاكر ان ده هيحصل قال لها هعمل ده حتى لو ماهما كان الامر صعب انا حضرت التسكرتين سفر واحنا الاتنين هنسافر وهنتكلم مع امي قالت له فاتي الاوان وخدت التسكرتين من ايده وقطعتهم وقالت له انا تكلمت مع مامتك وخدت اذنها اني هنقل وعيش معك هنا في نفس البيت ده قال لها مش من حقك قالت له وليه لأ الشخص اللي من حقه يقرر هنا هو مامتك وبس وانت متقدرش حتى تعرضها وهي لعبة زي اللي لعبتها جوريا علشان تكون خدامة هنا فخدي شنطتي على قطي الجديدة يا جوريا فاتيم قال لها انت بتقولي ايه جوريا ردت وقالت لها تمام هعمل كده ورحت فعلا تشوف شغلها زي غيرها فاتيم جاي روح وراها فمسكت ايده فشدها منها وقال لها مش من حقك تعملي كده قالت له لو اتحركت حركة هقول البابايا وهستخدم كل قوتي ودمر لك جوريا وانت عارف ان انا اقدر فيالا يا بيبي علشان نتعشى جت رئيسة الخدم وطلبت من جوريا تسيب الشنط وتروح تجيب حاجات كتبتها لها في ورقة وتيم كان متعصب جدا وبيحاول انه يمسك نفسه فجات ليتا وقالت له فكرتك هتكسر حاجة قال لها وانا فكرتك هتكوني غير كده تماما بس انت عاوزة تكوني كسبانة وخلاص قالت له طبعا لازم افوز لاني حبيتك بجد اليوم اللي طلبت مني ان ارتبط فيه كان احلى يوم في حياتي واحنا لازم نكون لبعض انت مش حاسس باللي انا حاسة بيه وطبعا هي كانت بتتكلم وهي بتعيط فقال لها لا مش حاسك وهنا بقى الشيطان كان لازم يتدخل فقالت له لو مش حاسس بالطريقة دي اخليك تحس بطريقة تانية وقلعت كل هدومها وجوريا في السوبر ماركت بيجي لها رين وفضلوا يتكلموا عن العملته ليتا فقال لها انت قلقانا من تيم قالت له لأ انا بسك فيه جدا وبعد كده بنشوف تيم هو بيغطي ليتا وهي بتفضل تعيط وبتضرب فيه وبعد كده بياخدها وبيطلعوا للقودة وبيتكلموا بجد وقال لها لازم نكلم امي علشان نلغي الخطوبة دي قالت له انت غبي انت فاكر ممتك هتوافق على طلب انفصلنا ده احنا خطوبتنا كانت لمصلحة عارف حجم الضرر اللي ممكن يحصل لشركتكم ده لو حصل قال لها بس موضوعنا لازم ينتهي قالت له انت هتعرف تتصرف عشان كده انا هحاول ان انا انهيها بنفسي خليني انا اللي اتصرف قال لها مستنيني ان انا حدد معايت جوازنا باقصة سرعة عشان كده هحدده في اقرب وقت والتاني يوم بيتجمع ليتا وتيم واهلاها على الفطار وتيم بعت له جورية رسالة قال لها ليتا جمعتني باهلها حاجة للفرح وانهم عاوزين يحددوا معاهد قريب جدا ردت ليتا وفضلت تجر في شكل تيم وقالت انا عاوزة انهي الخطوبة دي وفضلت تقوله انا بكرهك وكانت بتقولها وهي بتبصله وبعد كده قالت لهم ارجوك وقلغ الخطوبة دي وهو افتكر لما قالت له لو سبتك تطلب منهم انت هيكون خسارة كبيرة جدا لشركتكم وهي بتطلب من اهلها كانت بتفتكر كل اللحظات اللي عاشتها معاه وكانت بتقول عكس شخصيته تماما ومجرد مناهة الكلام فضلت تعايت في حضنهم وتيم كمان كان بيعايت علشانها علشان هي كانت صعبانة عليه وطلب ابوها من تيم ان هو يلغي الخطوبة وبكده يكون الترفين كان خسارة ليهم بسيطة وكان جي بتكلم زميلها وبيهديها وبتقوله انها قلقانة على جورية وبيفضل يهديها وبيتكلم معاها وفي نفس الوقت ده بيدخل كيفين وبيبلغ بخبر مفصال ليه توديم وفي روح جدا بالمناسبة دي وجاي قال لهم بالمناسبة دي خدي اجازة وقفيني المحل النهاردة وكيفين بيقول لها متفكريش في حد بعد كده فكريه في نفسك وبس وبيدخل علشان يساعدها وبتيجي واحدة للمحل وبتشوف معاها الورد اللي كيفين عمليمها انها تعمله وقالت لها نعاوز اشتريه فكانونج قالت لها ده مش للبيع فقالت لها انا كمان كنت بصنع نفس الشكل ده وفي الوقت ده بيرجع كيفين وبيكون كانونج بتقوله ان الزبونة دي عجبها شكل الورد اللي صنعه وقالت انها كانت بتصنع نفس الشكل كمان وفي الوقت ده كان في نظرات غريبة جدا بين كيفين والبنت اللي كأنهم يعرفوا بعض من فترة والبنت بتعتذر وبتمشي وليتا كانت بتسجل ذكرياتها مع تيم وجورية كانت بتشتغل في البيت وبتسأل زميلتها لو شافت تيم لانه خرج من بدري قالت لها لأ ما شفتوش وبيلفت انتباهها ان فيه قميس في كيس ومتعلق وفي نفس الوقت ده بتجي رسالة لجورية من ليتا وبتقول لها بعد ما اكتشفت انك موجودة في قلب تيم قررت ابعد عنه لان انا اتأكدت نوابي حبك انتي وانتي تستهلي لانك دايما بتفكري في اللي حواليك لكن انا ما فكرتش غير في نفسي وقررت اكمل دراستي وحياتي وحياتي تتحسن للأحسن بكتير وحب نفسي اكتر وما قدرتش اقولك الكلام ده وجها لواجه بس انا اسفة بعد كده بنشوف جورية وهي رايحة بسرعة للمطار علشان تلحق ليتا قبل ما تسافر ولقيتها مع ال F4 وقربت بسرعة علشان تحضنها فيهوب وقعوا هما الاتنين في الارض ودحكوا عليهم وحضنوا بعض وليتا قالت لها يعني انا ضيعت وقت علشان اصورلك في فيديو علشان اسفر من غير ما شوفك مش عاوزة عايط لاني هسيبك جورية اعتذرت لها وقالت لها انتي من البداية معملتيش اي غلط الغلط كان مني انا ليتا قالت لها لأ الغلط كان مني انا وفجأة سمعت صوت ندق طيارتها وحضنوا بعض جامد وسافرت ليتا جورية سألت عن تيمس شالها كيفين وقال لها ليه ما تسأليوش بنفسك فدخلت للعربية ولقيته مربوط ففكت ايده وجات علشان تنزل فمسك ايديع وقال لها استني لحظة وفضلي لما حلاها بالكلام انها توافق على ارتباطهم فقالت له انا فهمك وديته السلسلة ولبسها لها وبعد ما لبسها لها قالت له دي اجابتي فقال لها اجابة ايه مش فاهم فمسكت من خدوده وقالت له انا فهمتك طلبت مننا ان انا نرتبط عشان كده ادتك السلسلة يعني انا موافق اننا نكون زوجين فنزل ايدها من على خدوده وقال لها عاوز اكون لوحدي اخرجي من هنا رومانسي جدا رومانسي جدا فنزلت وسألوها صحابه لهو طلب منها الارتباط بشكل رسمي فقالت لهم ايوة بس اتردني من العربية مش عارفة عاوز يعمل ايه فضحكوا وعدوا من واحد لتلاتة وحطوا قديهم على ودنهم وصرخ تيم وقال لقد فعلتوها وفي نفس الوقت ده مامة تيم بتشوف خبر انفصال تيم وليتا جوريا واصحابها كانوا مبسوطين جدا الا كيفن كان بيفكر في كاننج وهي كمان كان بتفكر فيه وبنشوف كده مشهد غريب معداش علينا قبل كده وهما مع بعض في العربية وكأن كان فيما بينهم علاقة حب سرية المثالسل بدأ يفرت مننا يا جماعة ويبقى زي الثامنطاشر دي مش مشكلة جوريا انا مش عارفة مالها اليومين دول بس ليه كده بس كده بس كده بس ليه كده بس كده بس كده بس ايه دي يا جوريا حبيبية قلبي جوريا يا جماعة بتحاول تتحمرش بتيم ودي حاجة مش مشكلة دي مشكلة المخرج لأ خلاص يا جماعة احنا نحاول ان احنا نسامح جوريا علشان تيم هو اللي كان بيحلم وجوريا كانت وقفة بتتخرج عليه وعلى حركاته اللي بيعملها وهو نايم دي وبتفضل تضرب فيه وبعد كده بنشوفه تاني يوم وهو مع فريقه وكان تعبان جدا ومش قادر يلعب معهم كرة السلة بسبب ضرب جورية لي وطلب منهم يعلمه ازاي او علاقته بيها ويخليها تحبه اكتر ويفضلوا بقى يدلوا نصايح وأمثلة بلعبهم في الكرة ورين نصحوا يعمل لها حفلة بمناسبة ارتباطهم وتكون الحفلة دي مفاجأة لجورية وتاني يوم بنشوف تيم وهو فعلا بيجهز للحفلة ولكن بيخلي جورية هي اللي تجهز الترتيبات بنفسها بما انها بتشتغل في بيته طبعا وكده وصحابه بقى كانوا هيتجننوا منه وبيقولوا بدل ما يفاجأها بالحفلة بيخليها هي اللي ترتب لها بس كيفن كان مش طبيعي وام جي قال رين ممكن يكون قابل مونا لانه مش قادر ينساها وجورية روحت لمحل الورد وكانت تعبانة جدا بعد تجهزات الحفلة طبعا وسألت جاي عن كنينج اللي اصلا مش حاسة انها موجودة ولا حاسة بوجودها من كتر ما هي كانت سرحانة قال لها مش عارف دي حتى مش بتاكل وراخت جورية تسألها لو عندها اي مشكلة في البيت او في حاجة شغلة بالها قالت لهنا بخير بس انا وكيفن كنا مع بعض وقرب مني جدا بس لما حست ان انا خايفة باعد وقال لي انا بعمل كل يوم ده مع البنات وبنصحك ان انت تبعدي عني قالت له بس كان ممكن ما تقربش مني من الاساس او ممكن كنت تخدعني زي زي كل البنات او ممكن يكون في دماغك حاجة وعايز تخدع نفسك بيها او ممكن تكون خايف تلتزم بعلاقة جدية او ممكن انا مش مناسبة ليك بس عاوزة اعرف لي انت مش قادر تفتح قلبك لحد قالها لاني مرة فتحت قلب البنت لو عاوزة تعرفي ايه حصل هحكيلي جورية قلت لها كميلي ايه حصل فرجعت كانون جي في كلامها وقالت لها خلاص انس الحوار وام جي ورين كانوا بيكلموا تيم وبيعادبوا او ازاي خلي جورية تجاهز للحفلة بنفسها قال لهم بلاشت ابو اغبية لو جورية ما سمعتش كلامنا ازاي هتعرف ان انا بجهز لها حفلة اصلا بتكون اصلا جورية قعدة وموجودة قدامه فاول ما بيشوفها بيتخض وبيجري بسرعة عليها لكن بيلاقيها اصلا مش مركزة معي فبيسألها مالك قالت له انا قلقنا جدا على القنج متغيرة من يوم ما كيفن قالها انو مش قادر يفتح قلبه لحد قالها ممكن يكون لسه مش قادر ينسى منا قالت له مين مونة حبيبته القديمة اللي خليته يلعب بمشاعر البنات بالطريقة دي قالها لا 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 هي حبيبته ولا هي حتى السبب اللي بيعمله مع البنات بالعكس كيفن كل يوم كان مع بنت وبيطلب منهم انها تسيب وانهم يسيبوا بعض علشان بيحب حد تاني وكانت مونة صاحبته هي اللي دايما بتبقى الحبيبة الجديدة قدام كل البنات دي وواحدة منهم كشفت الحوار وانهم اصحاب بس قالت لها طب المفروض ان هو يبوسك طالما هو حبيبك وفعلا بسها قدامها فقرب منها فعلا وبسها بسواقا حاطت صباعه فاصل ما بينهم وبعد ما بيروحوا مونة بتطلب من كيفن يشوف بنت غيرها علشان هي خلاص بقت مكشوفة للكل قالها لو لها اصدقاء مقربين غيرك كان زمانا دلوقتي ساعدتني بس انت الوحيدة اللي صاحبتي قالت له وليه مش بتطلب من فريقك يساعدوك لو مثلا انت وتيم تكونوا صناقي فوزيع قالها تصدقي فكرة فحاول اجرب قالت له كويس انك مش بتبوسني بجد لان الحوار ده مقرف جدا قالها طب انا معايا صور ليكي انت وحبيبك وانت بتبوسوا بعض وبدأوا يتحكوا حاولت انها تاخد منه التليفون وتيم قال لجوريا كيفن تعلق بمونة جدا ولما كان بيحصل مشاكل في فريقنا كان بيلجأ لمونة تحلهالو وفي الحقيقة هو بس بيحبها بس مش عاوز يكسر القعدة لان عنده الصديق يعني صديق وفي يوم مونة قالت لكيفن انها مسافرة مع حبيبها رحلة لوحدهم وكان وضح جدا ان كيفن غيران عليها بس مش قادر يتكلم فقال لها بافتكري خدي معي كمان حامل قالت له تقصد ايه بكلامك ده قال لها واحد طلب منك تروح رحلة لوحدكم ايه متوقع يحصل يعني قالت له انا صحيح طلبت رأيك لكن ما قلت لكش تتكلم معايا بالطريقة دي مش من حقك على فكرة كان لازم تتكلم بادب اكتر فقال لها كان لازم اقول ايه يعني مانا مهما قلت مش هوقفك سبها وطلع لبرا ورحل البار وفدل يرقص مع البنت وجات مونة وراه ولما حاولت تتكلم معايا البنت اللي مع كيفن اتخانقت مع مونة ولكن كيفن خلصهم قالت له ما لك انت ليه اتكلمت معايا بالطريقة دي ومشيت انا حاسة ان جواك حاجة عاوز تقولها قال لها مش عاوز اقول حاجة قالت له انا ازاي هفهمك لو انت ما تكلمتش وفضلت ساكت بالطريقة دي فقال لها مفيش داعي ان انت تفهمي تخيالي لو في حاجة تقوليها بس الحاجة دي هتخلي الامور للأسوأ زقته وقالت له انت كده اللي بتخلي الامور اسوأ هو معقول يكون في حاجة تخلي صداقيتنا تخلص بالشكل ده قال لها ايوة وانا مش عاوز اكون صديقك تاني وخد البنت اللي معايا علشان يمشي لكن مونة حاولت توقفه تاني علشان تفهم هو اني مخلي بالشكل ده لكنه زقها فوقحت في الارض والكاميرا بتاعتها تكسرت فقالت له انا ما بقيتش فهمك انت بقيت بتدمر كل حاجة وثبت ومشيت فقال حاجة ما جابوش ليها لا صوت ولا حتى تركامة مونة مكان لكيفن يروح ويقابلها هناك الساعة ستة بس كيفن مروحش للمعاد ومن يومها مقابلش مونة لكنها كانت عايشة وجوه وماقدرش انه ينساها فاستغربت جورية هي ليه طلبت انها تشوفه في مكان معاين اصلا قال لها من يوم ما بعدت له الرسالة محدش عارف العنوان غيره وبنروح لكانونج وهي بتفتكر باقي الحوار فقال لها لما طلبت مني ان احنا نتقابل في سطح المبنى حاسيت ان كلامي السلبي هيكون اكتر من الاجابي بكتير انا فعلا قريب شوف قدرت اتخلص من عدد قد ايه من البنات بس تمونة مقدرتش حتى اني اواجهها وقال لها انا عاوزك تبعدي عني ممكن الحب يكون حاجة جميلة بس انا ما استهلش الحب ده بس الحب ده مش معايا انا وجيب اباها وقرجها من تفكيرها ده وقال لها مش مهم بتفكري في ايه المهم انك لازم تكلي ودها زبادي وقال لها ما عنديش وقته كل يوم اهتم بيكي فحاولي تهتمي بنفسك وهي بتقولها اجيه على وشها زبادي وافتكرت لما حصل نفس الموقف وهي مع كيفين وقررت تروح لنفس العنوان راحت العنوان بناء على وصف كيفين للمكان لكنها ما كانتش راحت فعلا وما تعرفش ايه العنوان تحديدا وجاي بيتصل بجوريا ويسألها عن كونينج وبيقول لها انها حتى مش بترد على المكالمات ولا جت للشغل قالت له هحاول اوصلها وبعتت لها رسالة وبيجي ام جي يغمي لها عنيها وبياخدها لمكان الحفلة وبيفجؤوها بحفلة ارتباطها هي وتيم وطلع ام جي ورين ويسابهم لوحدهم بس جوريا ما كانتش مع تيم خالص كانت مركزة اكتر مع كونينج وقال انا جدا عليها وجي تيم يخرجها من المود اللي هي فيه وقال لها عارف انك قلقان على كونينج بس عاوزك تروقي ودها بيبسي وشربت وكان الوضع هادي وفي التمام وقال لها شايفة الصندوق الهداية ده دي المفاجأة الاولى وروحي افتحيها وام جي كان بيصور اللي بيحصل واول ما فتحت الصندوق حبجت لها رسالة من كونينج ضيعت عليها اللحظة وبتلف بسرعة وبتقول له كونينج ردت عليها فاخدها بطيم بسرعة علشان يوريها المفاجأة التانية طالما الاولى بوزت واول ما بدأ المفاجأة التانية جالها مكالمة من كونينج وحتى المفاجأة التانية رحت عليها وطبعا الوضع بيكون فوضى جدا وكونينج بتقول لها انا عندي مشكلة فبتجري جوريا ووراها بيروح تيم علشان يوريها المفاجأة التالتة فبتزقه فبيقع في البسين والحزين في الموضوع انها ما شافتش اسمها وهو طير في السماء ياريتني كنت انا يا جورية ووصلت جورية للمبنى اللي في كوننج وشافت الامن مسكنها وقدرت المكان رفضين يطلعوها غير لما شرطة تيجي عشان هي حاولت تطلع للسطح من غير اذن وبيوصل تيم وهو مبلول وقال لها اظن مفيش داعي للشرطة جورية قالت له انت جيت هنا ازاي هيبلغوا عننا كلنا قال لها يبلغوا عني فندقي وبنفهم انه هو الفندق ده ملك العلته وكان نجي بتطلب منه انها تطلع للسطح فبيقول للمديرة تهتم بيها وجورية سألتها ليه عاوزة تطلع للسطح قالت لها صعب اشرحلك دلوقتي قالت لها طب خليني اجي معاك كان نجي قالت لها لازم اكون لوحدي ولو عاوزة تساعديني فعلا كفايا انك تفهميني وبس مسكها تيم وقال لها وقفي قلقك على غيرك وفكري في نفسك وبس ونشف شعر وطلب يحضروله قوضة وقال لها لازم نتكلم فقالت له انت ليه متضايق فقال لها بواصل حفلة وكمان عشان بتدخلي في امور كانينج قالت له ازاي ما اتدخلش قال لها اهتم بيها واسيبيها لمهمتها واكيد في حاجة تخص كيفين في الموضوع وممكن عاوزة تفهم حوار مونة قالت له يعني معقولة الحوار كبير قوي مع كيفين للدرجة دي قال لها ممكن تشوفي كيفين طبيعي بس هو من جواه مش قادر ينسى الموضي ولا مونة وخد باله ان جورية جعانة وافتكر نصايح صحابه ان لازم يهتم بتفاصيلها وجاب لها لبن وقرب وسألها لو لسه متوترة قالت له بالي مشغول بيها قال لها سيب حد من الحراس قريب منها ويساعدها لو احتاجت لحاجة وسألته عن كيفين وقال لها انا كمان قلقان عليه وكيفين بيطلع من البسين بيلاقي مونة قدامه في الحقيقة وطلعت معاه وكانت بتصوره وبتقوله انها مستغربة جدا ان كل حاجة في البيت لسه زي ما هي ما تغيرتش قال لها كل شيء وبكل تفاصيله بتفضل على حالها الا لو انت اللي قررت تغيريها هو انت في حاجة معيك تغيرت قالت له البنت اللي كانت معيك في الحال الورد لطيفة جدا قال لها ايه اللي فقرك بيها دلوقتي قالت له وصلني خبر ان في حد طلع للسطح ولما فتحت الكاميرات عرفت ان اللي موجود هناك هي نفس البنت قال لها يعني معنى كده ان اتجتي بسببها قالت له انا معرفش هي مين والعايزة تعمل ايه بس هي الوحدة في السطح وده خطر فقال لها تمام هتصرف واسف ان فكرتك بذكرياتك الوحشة قالت له ذكرياتي معاك كلها كانت حلوة ما كانش عندي ولا اي ذكريات معاك وحشة وبعد كده قالت له لازم امشي وشاف ايديها خاتم وده معناه انها تجوزت وشافها من الشباك وهي ماشية وكان مقهور جدا عليها فاتصل بكاننج بس التليفون كان بعيد عنها ولما قربت وشافت التليفون كان خلاص الرنة خلصت وبدأ يبعت لها رسائل وقال لها متورطيش نفسك بسببي لكن كاننج كانت بتطلع من كل الاماكن وبتدخل في اماكن تانية اللي هي مسجلها على اساس توصل للمكان اللي كان موجود في المقابلة بتفهم ان المكان المحدد مربوط بمعاد الساعة 6 الصبح وقت شروق الشمس وكاننج وصلت اخيرا للمبنى بعد تعب كبير وبعتت رسالة لكيفن وقالت له لقيت المبنى وبعتت له لوكيشن وطلبت منه يقابلها تاني يوم في نفس المكان ونفس المعاد لكنه بيحاول يسيب نفسه للشرب وللبنات ولكنه طول الوقت بيفتك الرسائل كاننج و والبنت اللي معاها قالت له ان في واحد بيتجسس عليه طول الوقت وطبعا بيكون تيم بذكاءه كيفن قاله انت وكاننج زهقتوني عاوزيني اروح للسطح باي طريقة من وقت ما كاننج عرفت العنوان وانا حياتي في فوضى وضح ورق قديم وما فيش فايدة منه قاله انت اللي هتختار لو في فايدة ولا لأ لكن بالنسبة البنت حاولت بكل قوتها علشان توصل لحاجة غمضة ممكن تكون مفيدة ليك فما تسباش تستناك قاله على العموم اذا كنت هتروح ولا لأ فما تكررش لغلط مرتين ووقتها هتقدر تاخد القرار فكمل صهرته عادي لكن كاننج كانت شغلة باله وعمال يفكر فيها وفي ايامهم سوا وطلع جري البرة وشاف تيم واقف مستنيه وخده وراح للمبنى ولقى جورية وكاننج مستنيينه قالت له انا لقيت المكان اللي مونة طلبت تقابلك فيه وخدته وطلعت بسرعة قال لها اين مكان ده قالت له مشاعرك وصلت لمونة وبتفتكر لما كان بيقول حاجة وما كانتش ليها صوت ولا تركامة درجامة اللي قلنا عليها تعويزة دي وكان بيقول لها انا معجب بيكي فقالت له مونة كانت عاوزة تقولك وبدأ شروق الشمس يطلع والضوء يعكس الاسم اللي مكتوب على ليفطة فيكتب اسم كيفن والله الحلقة دي فرهضة على الفاضي امان لو بيعكس كلمة بحبك كان عامل وفينا ايه قالت له انت قلت انك عامل زي ضوء الصبح ما تتحبش لكن دي مش حقيقة يعني يا كيفن بالله عليك يا حبيبي لو انت ما تتحبش مين يصطر اللي يتحب وفضل كيفن بقى سرحان في ذكرياته الكتشرة قوي مع مونة وجاء ام جي وصحة اللي كانوا ناموا على نفسهم علشان تعبوا ومطبقين من يشوفوا اللغز اللي كانت مونة عاملهولنا ده كان نفسه يكون في حفلة بس كلهم كانوا فرهدين جدا وكانوا تعبالين وقرروا يمشي كلهم ويسيبوا جوريا وتيم مع بعض في شوية خصوصية كده جوريا قالت له يلا اطلع نام في قوتك قال لها لا اهنام على رجلك هنا فضلت تسرق علشان حد يساعدها انها تتخلص منه لكن محدش عبرها وكيفين وكانينج شكرها جدا لانها وصلته للمرحلة دي وقالت له اتوقعت ان انت ملجيش قال لها انا مجيتش عشان مونة بصراحة قالت له ما لجيت عشان مين قال لها مش هقولك وفضلت تتحالي عليها قلها بس هو رفض يقول ورين كانوا يفي اتفرج عليهم وبعد كده لسه كان خلاص هيمشي لقى عربيات كتيرة خارجة من الفيلا ريا كانت لسه معتين وفضلت تقوله انت كنت هادي جدا ولطيف جدا النهاردة وكنت انت النهاردة اللي بتدي نصايح وده فاجئني جدا قال لها لو فضلت معايا اوعدك انك هتشوفي مني مفاجآت اكتر من كده بكتير قالت له زي الحفلة كده قال لها ان عمري ما عملت كده لحد قالت له انا كمان عندي مفاجأة لي وراحت مقربة بسرعة وبيساه هو بقى يسكت ابدا المفاجأة عجبته موت وقال لها لا لازم نعيدها تاني انا ما كنتش مستعد ولازم نعيدها تاني والخدم كانوا وقفين يتفرجوا وبسها تيم بس ليه كده بس كده بس كده بس ليه كده بس كده بس كده بس ما علينا اعمل نشف الحوارات دي رجعت زورية لبيتها وشافت ترين واقف قدام البيت وبيحاول ياخدها لمكان تاني لكن هي بتجري على بيتها وبتشوف في ايه وفي الوقت ده مومة تيم كانت راجعة من الصفر وامرت رجالتها بانهم يكسروا كل حاجة في بيت زورية رئيسة الخدم رايحة بسرعة صحي تيم وقالت له ان في حاجة مش كويسة حصلت وبعد كده بنشوف زورية وهي بتحاول توقف العمال من هدبتها لكن العامل بيقول لها اندي اوامر ولازم ننفذها قالت له مني اداكي الاوامر دي وبتيجي عربية وبينزل منها مساعد مومة تيم وقال لها انا قاسف بس الارض دلوقتي ملك الشركة بارما اللي طبعا ملك العيلة تيم ودي الوصائق اللي تثبت كده بتتصل مومة تيم بزورية وقالت لها انا خلصت المشروعي في سنغافورة علشان كده رجعت لتايلند مؤقتا لو عاوزت تفوضي تعاليلي تيم خد منها التليفون وقال لها هي مش هتتفوض مع حد ليه بتعملي كل ده ايه غلط جورية قالت له غلط ايه انا بس كعادتنا اشتريت مبنى قالت له لسه بتنكري غلطك ومش عاوز تعترفي قالت له انا ما خلفتش القانون ولا مرة ودي طريقتنا في الشغل قال لها انسي الشغل اللي مدخلا في كل حاجة ده ده بيت ناس وليهم فيه ذكريات كيف هي بقى اللي بتعملي ده قالت له تيم ده ما يفرقش حاجة ابدا عن لابة الكرت الاحمر وانا ديت جورية كرته احمر ولو تقدر توقفها ورين ازاي هتقدر اتجمعوا الفريق وتيم كان متعصب جدا ام جي قال له فعلا المرة دي ممتكة مادت باللي بتعمله جدا كيف قال لهم ان اهله اتصلوا بي وعايزينه يرجع للبيت حالا وقال لهم ان الظاهر الكل بقى مترقب من اهله ام جي قال له انت ليه مش مع جورية دلوقتي قال له طلبت اكون معاها لكن هي رفضت وكانت عاوز تبقى لوحدها رين قال له اكيد مش عاوز تضايقك بس الشخص الوحيد اللي قدر يخرجها من اللي هي فيه هو انت واحنا جاهزين نساعدك في اي حاجة جورية كانت مع جي وكان رجل كانوا زعينين جدا من اللي حصل لها والحاجة الوحيدة اللي قدرت جورية تاخدها برا البيت كانت الدبدوب اللي جابولها تيم هدية وجي قال لها انت عارفة انك بتحربي واحدة قوية جدا قالت له مهما كانت قوية مش هسمح لها انها تكسبني جي قال لها تبطعيلي معايا وخدها القوضة في المحل وقال لها مش بستعملها ما تشيلش هم للإيجار انا هدفعه وعايزك تعتبريني فرد من عيلتك وفجأة بيدخل الافة فورو معاهم حاجات جديدة للبيت وجات جورية تتكلم تيم قال لها سكوتي مش هسمح لك تكوني عنيدة المرة دي انا فكرت كتير واحنا هنكون جيشك وهي وبتوافق انه هما يساعدوها بدأوا هرتبولها في القوضة وبقت حلوة جدا واخدوا كمان صور للذكرى وبنشوف تيم وجرية وهما بينشروا لغسيلة على السطح وتيم قال لها انه مش هيرجي على بيته تاني وهيفضل عند رين قالت له معقولة يجي يوم ومنطق توافق على ارتباطنا قال لها مش عارف بس بما اننا مع بعض خلينا نشوف مين هيستسلم انا ولا امي جورية شكرته على وقفها جنبها وقالت له ان اليأس كان يتملك منها ولكن وجوده جنبها اواها قال لها معنى كده انه هيزيد اكتر القوة لو انا قربت منك فدحكت وقالت له تقصد ايه وقرب عليها اكتر وكان خلاص هيبوسها ولكن صحابهم كانوا بيرقبوهم وبوزوا عليهم من اللحظة وجري وقتيم وراهم وبالليل جورية كانت في بيت كاننج وكانت بتكلم تيم وصحابه وفدروا يهزروا سوى لحد ما جورية وتيم نام وهم بيتكلموا ورئيسة الخدم كانت بتشتغل هي والبنات في البيت وجات مامة تيم وقالت لها بقالك 30 سنة بتشتغلي معايا وكنت مخلصة جدا بس لازم تمشي لانك ما قدرتش تكملي وجبك للآخر وجورية كانت بتمسح يفطة المحل وبيجي تيم في الوقت المناسب ويسندها قبل ما تقع وسألها بتشتغلي من بدري كده ليه قالت له جاي ساعدني كتير واقف جنبي علشان كده انا بشتغل فترتين تعويضا لمساعدته لي قال لها بس الشغل محتاج واحد طويل انزلي انتش اشتغلي في اي حاجة تانية وجاي يطلع هو ينظف اليفطة فقالها اشجاكت وقالها ليك حاجة في الجيب في القاملة وبيكتب كل حاجة غلط دخلت جورية للمحل وجاي ليتيم اتصال من رئيسة الخدم وقالت له مامتك تردتني من البيت وانا لازم اشوفك لكن في حاجة مهمة لازم اقولك عليها رجع رين لبيته لقى تيم شكله حزين جدا وسأله عن السبب قال له قابلت رئيسة الخدم بعد مامت تردتها لين قال له هي عملت كده علشان عارفة اهميتها في حياتكم جي كيفن وقال للجورية ان كل الحسابات تيم في البنك اتوقفت وفجأة بيسمعوا صوته بيكون جاي بيصرخ والحراس بيكسروله في المحل وفي نفس الوقت ده بيجي اتصال لكاننج انهم فصلوا ابوها من الشغل كمان وجورية طبعا بدت صدم وتيم كان بينهار لكن بيفتكر رئيسة الخدم وهي بتقول له اوعى تتردد اللي هتعمله امك هيئذيك انت وجورية لكن ما ترجعش ابدا لورا وبنشوف بعد كده ان حتى محل الوردن كتب عليه انه مملوك لشركة بارما تبع عائل تيم جريت جورية لحد ما راحت لبيت تيم ومامتو قالت لها جيتي اسرع ما انا توقعت جورية قالت لها طول الطريق وانا بفكر ازاي اغلبك بس الصراحة انت زكية ومستحيل اغلبك قالت لها معنى كده ان في كلام تاني في بالك جورية قالت لها ايوه انا خدت قرار اخرج من حياة تيم مقابل انك تصلحي كل حاجة في حياة الناس اللي بحبها وحتى لو انا خسرت المهم تيم يفوز من كلامك وطريقة تيم فكرت ان تيم هياخد كل اللي هو عاوزه من غير ما يتعب بس تيم اتغير وقابل ناس كتير غير اللي كان يعرفها وبقى شخص طيب جدا وخسر حاجات كتير وبقى بيكره الانانية وبيكره طريقة شغلك يعني تيم عمره ما هيكون الشخص اللي انت عاوزاه حتى لو ما قدرناش ان انا نكمل سوا تيم مش هيحبك ممت تيم كان شكلها مصدومي بس بعد كده قالت لها انا ما اتفاجأتش بكلامك انا فاهمة كويس الدنيا ازاي بتدور حواليك وافاهمة برضو ازاي قدرتي تغييري تيم وانا كنت عاوزة اوصل للنقطة دي قالت لها مش فاهماك قالت لها قبل ما شوفت دلوقتي كنت عاوزة اقولك اني هعوضلك كل حاجة واني اسفع لكل حاجة حصلت لكن لو ما كنتش قابلتك دلوقتي ما كنتش قردت تكلم معاك قالت لها برضو مش فاهمة قالت لها في حاجة مهمة لازم احكيلك عليها اتأثر على حياة تيم بشكل مباشر وخرجت جوريا وكأنها مصدومة وشافت تليفونها وتيم رانن عليها كتير جدا وكيفن كان بيحاول يهدي تيم وقال له ان بنت قوية زي جوريا اكيد هتكون بخير واتصلت جوريا بتيم وسألها وهو قلان عليها لو مامته قلت لها اي حاجة تزع لها قالت له ما عملتش اي حاجة بس عاوزة اشوفها بدلوقتي واستنته عند الساعة اللي قابلته عندها لأول مرة جي تيم وقال لها ليه طلقت ان يتقابلي هنا وكمان شكلك متغير جدا احكيلي اللي حصل قالت له باختصار روح تقابل مامتك عشان اقول لها قد ايه انت متضايق من تصرفتها وهي ثامت ومش هتضايقنا تاني فشدها علي وحضنها وقال لها شكلك تعبانة جدا اويت اعملي اي حاجة لوحدك تاني قالت له تعالى نتماشى شوية قبل فوات القوان واخدها وقضوا يوم جميل سوا وحتى الدبضوب اللي كان تيم بيغير منه وفضلوا يلعبوا معي ويتصوروا معي وفضلوا يصور حد بالليل وسألته جورية لو في يوم فكر في مستقبله قال لها فكرت كتير في مستقبلي اني همسك ادارة مجموعة برما وانتي هتكوني معايا بس مش هعمل زي امي وفتكرت جورية كلام مام التيم وهي بتقول لها في المستقبل ازاي هيدخل تيم في اعمال المجموعة وفي منافسين كبار هيشوفوه مجرد طفل ولو فضل كده هيتضمر والحوار مجرد وقت لحد ما يقدر تيم يدير اموره بعد كلام كتير بين جورية ومام التيم وقرتها ملفات وقالت لها بعتقد تفهمتي قصدي دلوقتي وبدأ المطر ينزل على تيم وجورية وجري تيم وقال لها تعالي نروح نستخبف مكان بس جورية فضلت وقفة مكانها وقالت له في حاجة لازم اقول لك عليها احنا لازم ننفصل قال لها بسبب امي صح قالت له لأ قال لها مستحيل تكوني جورية معقول قدرت امي تسيطر عليك عرفيني عملتلك ايه المرة دي قالت له هي اديتني ورقة فصرخ تيم وقال لها ورقة ايه قالت له شيك بمبلغ كبير لكن الحقيقة بتكون الاوراق اللي اديتها لها مام التيم اشاعات وتحاليل بتثبت ان مام التيم عندها كانسر وقالت لها لو تيم فضل على وضعه ده هيتضمر كل حياته هتتضمر البيت والعيلة والشغل كل حاجة هتتضمر والطريقة الوحيدة لنقدر نتفاد ده قبل الضياء اننا نخليه يكبر بشكل اسرع لو تيم رجع زي الاول هنقدر ننقذ المجموعة وتيم هيقدر يعيش والشخص الوحيد اللي هيقدر يعمل التغيير ده هو انتي انا عارفة ان ده طلب كبير واني مليش حق اطلبه لكن انا بطلب منك كام حياتها بدأت تنتهي وفضلت تترجعها وهي بطعاية انها تقسى عليه علشان يركع تيم القديم لانها مش عاوزة الكل يكون باصص عليه كطفل واحلامه صغيرة وحضنت زورية وفضلهم الاتنين يعيطه بس مش عارفة ليه انا مش مرتاحة لمومة تيم ومش قادرة صدقها خلص بس نشوف في اخر الحلقة ونرجع لتيم وجورية وتيم بيقول لها بمقابل شيك وفقت ان انت تتخلي عني هو انت مفكران يا ذبي قوليلي الحقيقة وانا هصلح كل حاجة قالت له دي الحقيقة ممتك دفعتلي عشان ننهي العلاقة دي وانت عارف حياتي ماشي ازاي وانت عارف برضو ان قد اي حياتي هتتغير لما اكون غنية قال لها بطلي كتب يا جورية دي مش جورية اللي بتكلمني جورية اللي انا اعرفها عمرها ما تقبل تاخد سنت واحد بمقابل اي حاجة قدمتها ممتي الحوار مالوش اي علاقة بالفلوس ابدا قالت له فعلا مالوش العلاقة بالفلوس لكن ليه علاقة بنظرتك الوردية اللي انت بصصها للحياة وشايف ان الحياة كلها بشكل بسيط فاكر انك بصص لجورية على حققتها احنا من اول ما تقابلنا كنت عاوزة تاخد بالك مني لاني عارفة انك غني وغبي صرخ فيها وقال لها بطلي كلام حيث تقولي ان كل اللي حصل ده مجرد كده ازاي ممكن كل ده يكون كده قالت له انت شايف ان الامر ازاي كان صعب اللي هيجبرني ان انا عيش في الضغط ده انا كنت بتظهر ان بحبك عشان كده سبت بيتي وقلت اجبر نفسي ان اكون معاك انا وانت بكون مع بعض في بيت واحد وقلت حتى لو انا وانت بقينا مع بعض مش يكون المبلغ كافي فقلت كل ما اخسر اكتر كل ما بلاه المبلغ بقى اكبر وقلت له دي الحقيقة ياتيم اتعصب اكتر وقال لها ازاي قدرتي تخسري كل حاجة عشان الفلوس قوليلي دفعيتلي كام عشان تسابيني فزقته بعيدة عنها وقالت له كفاية بقى انا قرفت منك فضل يضرب في نفسه علشان يفوق لو بيحلم وقال لها مستحيل ده يكون حقيقي جورية كانت بطعيت عشانه بس كانت لازم تقس عليه اكتر علشان هو يتغير وقالت له انت مجرد تفلي ياتيم مش قادر تتحكم ولا تسيطر على حد حاول تفوق وتكبر دي نصحتي الاخيرة لي وفضلت تفتكر ذكرياتهم سوا وقربت منه وقلعت السلسلة ودتهاله فزقق ايدها بعيد ووقعت السلسلة في الارض وسبها ومشي وتاني يوم بنشوف جورية وهي في محطة القطر علشان تسافر لعلتها وجات رئيسة الخدم وقالت لها انا توقعت انك هنا جورية قالت لها اكيد رجعت لو وظيفتك من تاني انا اسفة لازم امشي عشان القطر قالت لها معقولة هتسيب الامور تنتهي كده انا كنت متأكدة ان جورية قوية وبتحارب ومش هتيقس بسهولة انا هستنى ان انت ترجع يا جورية بعد كده بنشوف جورية وهي خلاص سافرت وفي القطر بتفتح شنطتها وبتقع منها علبة بتكون علبة السلسلة اللي كان مدتها لتين وبتفتكر لما السلسلة وقعت في الارض وكانت خلاص قريبة من الصرف وفضلت تعايت وتحاول انها تمد ايديه علشان تطلعها وفضلت بص للسلسلة وهي بتعايت وكيفين بعت لنا رسالة بيقولوا نعاوز يتعلم كل حاجة عشان يقدر جي يدير شغلنا في سنة غفورة بعد كده بتولع في الاوراق والاشعات والتحاليل يعني زي ما انا توقعت بالضبط انها بتمثل على جورية وطبعا لكل بيكون مصدوم من خبر سفر جورية وبنعرف ان جورية ثابت المدرسة وان مر رسانة على اللي حصل وان حتى البنات كانوا مفتقدينها لان مفيش غيرها يتنمروا عليه كيفين وامجي كان لسه على وضعهم في حياتهم الطبعية وكانوا نجو جاي كانوا بيحتفلوا بعد ما خلصوا شغل كتير جدا الفترة اللي فاتت ونجحوا جدا فيه وكيفين وامجي جابوا له هدية بمناسبة شغلهم الجديدة عربية ويردني كنت انا والله وجاي قال لهم بيغالية جدا لكيفين قالوا ان مفيش حاجة تغلى عليه وكان يقصد ان مفيش حاجة تغلى عليه ولا على روحة كينينج ودخل امجي وجاي للبحلة عشان يسيب كانوا نجو كيفين يتكلموا مع بعض كيفين قال لها انت ليه شكلك زعلان كده قالت لي بتمنى جورية تكون معنا في المناسبة دي والاسوأ اني مش عارفة اهلاء عايشين فين قال لها ما تقلقيش احنا هنعرف فسألته عن باقي الفريق قال لها تيم بدأ في حياة جديدة ورين اكيد في حياة مستقلة بس في الحقيقة رين بيدور على جورية ورين شاف بصدفة خبر ان تيم مسك منصب الرئيس التنفيذي وكان تيم في اجتماع وبسبب ضعف رسيد الشركة قرر فصل كل الموظفين وتغييرهم وبقاش يهتم الاراء اي حد خالص واخيرا مامته كانت شايفة ان هو ده تيم الهي عوزي واخته جات لمكتبه وقالت له انت تمديت جدا المرة دي بسبب غلطة صغيرة من الموظفين كارتا تتخلى عنهم كلهم على الرغم ان بقالهم فترة كبيرة معانا قال لها الموظفين ما بقوش بيحقها واهداف الشركة عشان كده ما بقوش يلزموني قالت له انت بقيت اسوأ من امي انا كنت حبيتك اكتر لما كنت معجورية الكل بيدور عليها بس ما عرفش انت ليه تتجاهل الموضوع طرخ فيها وخبط على المكتب وقال لها كفاية جات مامتها وقالت لها ما تتكلميش عن الماضي من غير فايدة وقالت لتيم استعدة علشان هنعمل اجتماع مع شركة جديدة فيها مهمة كبيرة لي ام جي بيرن على رين وبيقوله ان انت لسه بتدور على جورية حاول ترتاح شوية قاله ما تقلقش انا هكون بخير ام جي قاله جورية اختفت باردتها لو كانت عاوزانا نعرف مكانها كانت عملت كده لكن هي عاوزة تختيف للأبد رين قاله عشان كده ان بدور عليها بعد ما يخلص المكلمة شايف خبر على التلفزيون عن ازمة اقتصادية للمزارعين في مكان معين وتيم في اجتماع تاني قرر يرغي شاركته مع الشركة معينة ودخلوا في خلافات كبيرة جدا خلال الاجتماع وتعصب عليهم مدير الشركة وقال لتيم هشتكي عليك فردت مامي تيم وقالت له مش هتفيدك الشكوى بحاجة لان انا خليت كل حاجة تمشي طبعية وقانونية وكده احنا هنطلع طالعين من غير اي خسائر وطردته كمان من الاجتماع غصبا عنه ورح تيم للحمام وفضل يحط ماء على وشه كتير ويفتكر ايامه مع جورية وكان متضيق جدا ورح لمكتبه لقى رين موجود هناك وقال له بقنا بنوصل لك بصعوبة وكمان مش بترد على كنفنتنا عشان كده جيت هنا وده صورة خدها للجورية رؤية لما نقلت عند اهلها اللي طبعا كانوا بيعتمدوا عليها في حال المشاكل اليومية وطبعا بتيجي اخر اليوم وبتكون خلاص تعبت وفرهدت من الشغل وبابا بيشكرها لانها دايما عندها حلول كل المشاكل وقررت جورية تبيح حاجتها للمدرسة ولكن مومتها بترفض بتقول لها احنا عارفين ان دي حاجة مهمة جدا ليكي وانك مش عاوزة تبيعيهم وانحنا مش عارفين سبب ان القرارة تيجي تعيش الهنا معنا لكن رغم اننا مبسوطين بقرارك ده بس مش هنسألك عن ايه سبب الا لما تتكلمي براحتك وجورية كانت خلاصة تعودت على عيشة الارياف وكانت بتاخد الخضار من الارض وتروح تبيعه للتجار ونفسها ولما تاجر قالل معايا السعر سألته ليه اتفقت معايا على سعر وبيعتلي بسعر تاني قال لها شلت من السعر الدين اللي عليك قالت انت بتتكلم عن ايه قال لها بوقي ما قالكيش ان عمتك عندها دين دين بمبلغ كبير جدا وهربت ولازم والدك هو اللي يسادد الدين دا عنها وجورية طبعا اتصدمت وحاولت انها تدور على حال قانوني للمشكلة دي في جوجل وجي اخوها وطبعا كان بيحاول ان هو يخرجها من اللي هي فيه وطلب منها انها ترتاح شوية وفضل يهزر معايا ولما حس انها خلاص بقت كويسة مش يسبع وهي شافت على النت في فيديو للاحتفال للافتتاح محال الورد الجديد وفضل التعاية لانها كانت حنى لهم ولذكرياتهم مع بعض وبنروح لرين وتيم لما قاله انا عارف مكان جورية هي راحي تعيش عند اهلها بعد اللي حصل واكتشفت انها قفلت كل حساباتها على السوشال ميديا وفضلت تأدور عليها وعلى عنوانها لحد ما قدرت اوصلها فمسكوا تيم وقال له يعني جيت كل المسافة دي عشان تقولي الخبر التافه تا هي اللي ثابتني وما بقاش بيني وما بينها اي حاجة انا عاشت هنا سنة كاملة وشوف ازاي حالي تغير اي بقى علامي الجديد قاله علامك الجديد مالوش اي علاقة بجورية وكان بيحاول يقنع تيم ان هو ارجع لجورية لكن تيم زقه وقال له كم مرة هقولك ان هي اللي ثابتني اخذت الفلوس من امي وعشت الحياة اللي نفسها فيها قاله لو فعلا خدت فلوس من امك ما كانتش عاشت بالطريقة اللي هي عاشت عليها دي تيم سابه ومشي وقال له صنع عندي شغل رين مسكوا من ايده وقال له انت بتغضع نفسك مسكوا وقال له انت عاوز مني ايه قال له عاوزكم تبقى سعدة مع بعض قال له بوجود جورية اولا انا سعيد ولو كنت مهتم بيها للدرجة دي روح انت شوفها لوحدك رين ضرب وقال له افتكر كلامي كويس لو خدت الطريق الغلط مش هتدخل تاني وفي تصليحه ابدا وسب له الورق اللي في معلومات عن حياة جورية الجديدة وسبه ومشي طبعا مام التيم كانت سامعة كل اللي حصل ده رجعت جورية لبيتها ولاقت في ناس كتير متجمعين وفي مشاكل معالتها وراحت علشان تهديهم وكانوا دول الديان اللي جايين يطلبوا بالفلوس بتاعتهم فباباها قال لهم سبوني فترة قالوا له هات فلوس من نسبك الغني وقالوا الجورية هاتوا فلوس من حبيبك وعرفت منهم ان الدين متين الف وصرخت في امه وابوها قالت لهم ازاي هنسدد مبلغ كبير زي ده فلما الديانة تأكدوا انهم مش هيخدوا فلوس من انهم اتهجموا عليهم علشان يخدوا كل حاجتهم وكان فيه اجتماع مهم لشركة تيم في الوقت ده وتيم ما كانش موجود والديانة زقوا جورية ودخلوا للبيت وبتيجي عربية باقصة سرعة للمكان اللي عايش فيه جورية ومام التيم كانت بتدور عليه ووصلت العربية لبيت جورية والكل كان منتبه ومستغرب من اللي هينزل من جواها ورحت مام التيم لمكتبه وكان موجود واعتزرها ان هو اتأخر عن الاجتماع ورمى اوراق جورية في الزبالة واللي نزل من العربية اكيد كان رين اللي دايما بينكس جورية في مشاكلها اللي كلنا متعودين عليها وقالت مزدي عرفت مكاني والناس سألوا ده اللي هيدفع الدين قال لهم ايو انا اللي هدفعوا وجاب شنطة من العربية وصدت جميع ديونهم وجات جورية تتكلم قال لها نفضي اندومك الاول من التراب ولو عشان الفلوس اللي انها دفعتها لك دلوقتي فصددها على مهلك لاني عارف انك مش بتحب حد يساعدك قالت له ازاي عرفت عنواني قال لها شفتك في الاخبار قالت له انا جيت هنا علشان اساعد عيلتي هو انت جيت ترجعني قال لها لأ قالت له طو جيت ليه قال لها عاوز وجبة غدا منك الاول وحضرت له اندومي طبعا واعتذرت له لانهم مش عندهم اي وجبات غير الوجبة دي حاليا قال لها طالما من ايدك هتكون احلى اكلة وعيلة جورية قالوا انهم هيروحوا جهزوا ادول رين يبات فيها وجورية قالت لهم بس ترين مش هيبات هنا قال لها انا فعلا هابات هنا قالت له طالما طلبت خلاص تمام بات اما شركة تيم فكان الموظفين عاملين مظاهرات كبيرة جدا قدام الشركة اعتراضا لقرار تيم بترضهم وهجم واحد على تيم وقال له انتم بتعملوا كده ليه لما كنتوا في سنغافورة وقفنا جنبكم لفترة طويلة ومام تيم جات وطلبت من الحراس يترودوا الراجل ده لكن جري على تيم وفضل يترجاه انهم يدوهم على الاقل تعوضات للخسارة اللي حصلت لهم فمام تيم طلبت تاني من الحراس انهم يترودوا لبرا وهم بيطلعوا وقال لتيم الناس اللي زيك لازم تموت طلع هو ومطر المكتب وقال لها ممكن تفعلهم تعوضات قالت له خلي بالك من شغلك وما تخليش ناس زي دي تستغلك قال لها بس فعلا شركة الراجل دي فضلت معانا لفترة طويلة جدا قالت له الشغل حاجة والمساعدة حاجة تاني تخيل شركتنا لو فيها اي مشكلة منها يساعدنا في النهاية الناس مستعدين يدوه ضهروه محطة لاصحابهم تاني يوم صحية جوريا متأخرة لانها كانت تعبانة جدا فشافت عالتها بيفطره وقالوا لها ان رين شافك تعبانة فقرر يعمل هو بكل شغل البيت مكانك فرحت لرين وقالت له انت مش مجبور تعمل كل ده قال لها مش هرجع هناك تاني وافضل هنا معيك فاسمحي لي اقوم بشغلي قالت له المكان هنا صعب جدا واحنا في النهاية مش مزرعين يعني دي مش حياتنا دي حياة احنا عايشينها ومفروضة علينا دلوقتي قال لها طب لو قدرت اشتغل كل الشغل ده هطلب منك طلب ولازم تنفذيه وطبعا وفقت وبدأ الشغل وطبعا رين كان بينفذ كل حاجة على اكمل وجه وطلب منها يخرج مع بعض وخدها للبحر واخوها كان مبسوط جدا كأن اول مرة يشوف بحر جوريا قالت له ليه اخترت بماكن ده علشان تجيبني الهنا قال لها علشان من وقت ما جيت الهنا مرتحتيش ولا هديتي ولو فضلتي قدام البحر شوية اعصابك هدادة ونفسيتك هتتحسن قالت له الحياة بقت صعبة جدا قرب عليها وقال لها حتى لو لازم تفضلي جوريا اللي نعرفها جوريا اللي كانت بتصرخ على السطح لو حاجة دايقتها وهي كانت بترجع لورا وقال لها جوريا اللي هتتبلد دلوقتي قالت له انا عارف انت بتفكر في ايه اوعى تعمل كده جي اخوها وشالها وخدوها ونزلوا للبحر ونزل رين معيهم وقفت وقت ممتع جدا وبالليل وقفت جوريا على الشط ورين كان بيرسمها وجي اخوها وقال للرين من وقت ما جيت لي هنا جوريا تغيرت جدا قبل ما تيجي ما كناش بنشوفها بتضحك ابدا احنا كلنا مش مبسوطين هنا بنشتغل وبس علشان نسد الديون حتى جوريا ما بقتش بتروح للمدرسة ولا بقى عندها اصدقاء تيها بتقول لامها انا شفت المقال اللي حضرتيه علشان المستثمرين الجداد وسألت تيم عندك فكرة هي ليه قاربط جدا من المستثمرين علشان تاخد فلوسهم وتفتح شركات جديدة تحل مكان الشركات اللي تردناها قال لامه لما قلنا للشركات اننا لغينا المشروع كنت بتجدبي عليهم علشان تدخلي مستثمرين جداد وتاخدي فلوسهم قالت له اكيد يعني معقولة سيب مشروع كبير زي ده وقالت لبنتها وفين المشكلة في الموضوع احنا لازم نتخلص من اي اشخاص ضعيفة والاهم من كل ده ان خدت فلوسهم ولو الامور مشت كويس شركتنا هتكون اكبر شركة تيها قالت لما لتيم اوعى تكمل في المشروع ده فامه قالت له انا علمتك بنفسي ودي افضل طريقة لشغلنا وقالت لتيا بطلت احلامي احلامك الوردية وسيبي تيم يشتغل وقالت لتيم محتاجين توقعاتك هنا علشان المشروع يمشي صح زي ما انا عاوزة ومجرد ما تاخد خطوة زي ده هتكون من كبار المستثمرين وهتكون قادر تاخد اي قرار جورية صحية نص الليل وشافت رين مش موجود في مكانه وشافت انه رسم لها رسمة لما كانوا على البحر ورين اتصل بيها وقال لها انا في السوق تعاليني قالت له في وقت زي ده قال لها ايوة انا اخدت قرار جديد ولازم اقولك عليه تيم قال للحراس بتوع عاوزة كون لوحدي فبعد كده سمع صوت حد جاي من وراه وقال هو انا مش قلت لكم عاوزة كون لوحدي جاي من حد من وراه وخطفه وجات جورية لرين وقال لها عاوز اسألك انت شايفة العيشة هنا ازاي وازاي هتقدر يتبني حياتك هنا قالت له رغم صعوبة الحياة هنا بس انا قررت اني مش هرجع ابدا قال لها الحياة مش هتكون صعبة لو انا فضلت هنا قالت له ما تهذرش انت متقدرش تعيش حياة زي دي ابدا ولا تقدر تعيش هنا للابد انت مستقبلك هناك قال لها جاوبيني بس على السؤال اللي انا بسأله لك انا قضيت معاك يوم واحد وكنت مبسوطة جدا يعني رفضلت معاك هيكون افضل قالت له هو فعلا وجودك معايا كان افضل بكتير بس مش هتقدر دايما تكون معايا قال لها انا فكرت كتير واقرب واحدة صحية تبعد عن هنا 21 كيلومتر وفي الشارع ده في هنا واحد صاحبي عنده ارض وبيباعها فكرت افتح فيها مركز طبي وهتمسكي انت الادارة شايف المستقبل بعيودك عاوز ابني اسرى سعيدة معاك فكرت ان انا اقولك ترجعي لكن هيحصل لك نفس المشاكل من تاني فلو قررت ان انت تعيشي هنا هدعمك بس تضيفيني لحياتك وقرب عليها ومسك ايديها وبدأت تعيط لكن بعد كده دحكت وقالت له المركز الطبي هينفع الناس هنا جدا وموقعه هيكون كويس كل حاجة قلتها تكون مناسبة جدا لكن من غيري انا اسفة قال لها قضينا يوم واحد وكنت سعيدة ولا ده كان وهم انا عارف انك دستة بتحب تيم انت مش قادرة تتخطي تيم حتى لو هربتي منه طول حياتك وهي فضلت تعايت وقالت له انا اكتر بنت غبية في العالم قال لها عاوزك تشوفي حاجة ودها تليفونه وشافت تيم وهو مخطوف واللي عمل كده كان كيفين وامجي قالت له ليه عملت كده قال لها كملي للاخر تيم قال لهم بتعملوا ايه انتو المفروض كبرتوا وقالتو امجي قالوا لو كل اللي بيكبر بيكون كده فانا مش عاوز اكبر كيفين قالوا انت عارف ان ممتك هتتكلم مع المستثمرين ولو ده حصل هتسيطر على البلد بقوة احتقارية وما فيهاش اي رحمة وهو ده اللي انت عاوز تكون عليه قال لهم يعني اعمل ايه قالوا له هنديك اخر محاضرة عن الحب قالوا له ميه علاقة الحب بالشغل قالوا له الحب هو الحاجة الوحيدة اللي بتساعدك تكبر بشكل صح قال لهم الحب ملوش اي علاقة باي حاجة كيفين قالوا الحب هيديك الحياة وقال بيخليك تعيشها احنا عارفين انك تقدر تسلح سياسة ممتك لكن انت خايف حد يكونك مرة تانية قال لهم الوصوك في الاشخاص بقى امر صعب جدا قالوا له احنا عارفين اللي انت حاسس بيه بس متأكدين برضو انك بصص للامور بشكل مش صح خالص العالم اللي امك بنته هنقدر نغيره لو بصيت هتعرف اننا مديونين بكل حاجة البنت اسمها جورية هي اللي غيرت حياتك وبطل تخضع نفسك واسمع لقلبك احنا كده خلصنا كلامنا الباقي بتاعك انت قطع الحبل وهجم عليهم وفضلي عاية وقال لهم اقدر ارجع لتيم القديم صح قالوا له اكيد كل حاجة هتكون احسن بما فيها جورية لسه بتفكر فيها صح قال لهم في كل وقت انا اكتر حد غبي في العالم وفضلت جورية تعاية طورين قال مش انت بس اللي غبية في العالم ولا اغضب بنتي في العالم في حد زيك قال لها اخوكي قال لي عن مرض مام التيم بالسرطان واحنا عائلات مقربين جدا من بعض وقدرت عشان كده اشوف ملفات مام التيم الصحية لو كانت فعلا عندها سرطان كنا عرفنا من قبل منك وبعتقد انك اتخدعتي فوقفت على الجسر وفضلت تصرخ وتقول تيم انا اسفة انا فعلا اكتر بنت غبية في العالم ده وافتكر رين لما كانت بتطلع على سطح المدرسة وتفضل تصرخ بنفس الطريقة راح تيم للاجتماع وامجي قال للرين كل حاجة عندنا بقت تمام جات جوريا وقالت هنسافر حالا فبعت لهم فيديو بتاع جوريا وهي بتصرخ وبتعتذر لتيم والكل في الاجتماع كان مستني دخول تيم الا امه لانها كانت خلاص اخذت توقعاته على الاوراق وكانت هتبدأ هي الاجتماع من غيره ودخل تيم وقال لهم انا صهرت طول الليل اكتب ملفات جديدة وسياسات جديدة منطو قالت لهم تفاكر هسيبك تكمل قال لا هكمل كلامي للمرة الاخيرة وجات جوريا ورين وقال وشاف المظهرات اللي برا الشركة ضد عائلة تيم تيم قال لهم بما ان الاقتصاد منهار في العالم كله فاحنا المقفوض نتخلص من الاضراف الضعيفة وما امي عندها هدف انها تجمع 7 مليار علشان تنفس 3 شركات جوداد علشان يعوضوا الشركات اللي تردناها لكن دي مش افضل طريقة هدفي بقى ان ياخد 50% من 7 مليار دول وادعم بيهم الموردين وادعم كل المشاريع الكبيرة لمدة سنتين ومش هتكون المرة دي الربح لنا لكن المساعدة الموردين علشان يعدوا الازمة دي واخلال 5 سنين هنكون كلنا من اقوى الشركات من غير اي خسارة مع بعض وطلب منهم ان هم يساعدوه لكن الكل كان ساكت ومحدش رد عليه وجي مساعد تيم وساحبه علشان يطلعوا لبرا ومامته قالت لهما انا اسفة على اللي حصل رفع حد ايده وقالت له تفضل قال لها رغم شكوكي في خطة تيم لكن انا هسلم كل فلوسي لحد عنده نظرة زي تيم كده شغله بالشكل ده هيكون افضل بكتير وبدأت الامور تنصلح لصالح تيم والكل وافق واخد الملفات اللي وقع عليها المامته وقطعهم قدامها ووصلت رسالة ليه ان جوريا عايزة تشوفه وانها موجودة برا تيم قالت له روح انت وانا همشي الامور هنا وتيم بيجري يشوف جوريا بيخبط في واحد ولف علشان يهتزرله ويعرف ان الشخص ده هو اللي خسر كل فلوسه بسبب مامته وخرجت مامة تيم وكانوا الاخبار موجودين في كل حتة لكنها سابتهم ومشيت عشان كانت مدايقة جدا فجأة بيظهر قدامها الراجل وفي ايده سكينة وجي تيم زاق امه قبل ما السكينة تيجي فيها لكنها جات في تيم وقع مكانه في الارض وجوريا وصحابه شافوا اللي حصل ده والتقارير كلها كانت بتقول انه هو في حالة حرجة جدا ودخل العنية له ركزة وبلغوا امه انه نزف كتير جدا وحالته خطر ومساعد مامته قال لها اعتقد ان لازم نلغي اجتماع النهاردة قالت له لأ جهز كل الوصائق وهعيد الاجتماع بكرة ايه يا شيخة الجبرود ده تايه ابنك بردو يعني تايه استغربت جدا من امها وراحت وراها فمامتها قالت لها انا عارف انت عاوزة تقولي ايه لكن تيم دلوقتي تحتياد افضل الاطباء ولازم نستغل الوقت وننهي الفوضى اللي هو عملها تايه قالت لها يعني حتى بعد اللي حصل مش حاسة بالزم قالت لها دي كانت مجرد حدثة قالت لها حدثة لو كنت بتدي وقتك للناس ومزلمتيش حد كما كانش ده حصل اصلا وبتيجي الجورية وهي عاوز تدخل لقودة العمليات وكانت منهرة جدا على تيم لكنهم منعوها وحاولوا يهدوها شوية وبعد شوية وهي قاعدة مستنية تيم يفوق جالها رين وقال لها تيم حارب كتير عشان يكون معاكي واكيد لما هيفوق هيكون معاكي من تاني وجالوا تليفون من كيفين وبلغوا ان تيم فاء لكن عنده مشكلة ان وقت الحدثة جالوا ارتجاك في المخ وقال بوقف لمدة عشر دقايق علشان كده فقدت ذكرة لاخر اربع سنين من حياته وجات مامته جابت له صور اصحابه وافتكر اسمهم لكن بصعوبة جدا ولكن جورية ما افتكرهاش اساسا ليه كده يا تيم وطيها كانت منهرة جدا وبتحاول تساعد تيم لكن امها اتخذتها البرة وقالت له كان حلمك انك تبق انك تدير شركتنا كلها وانت اكيد مستعد واكيد مستعد ان انت تسمع كل اللي هقولك عليه عشان تنجح من تاني قال لها اكيد خرج تيم من القوضة ودريت عليه جورية وهي بتصرخ بس الحراس منعوها تقراب له وتيم كان طبعا مش فاكرها اساسا لكن بمساعد ترين قدرت جورية توصل لتيم وسألت انت كويس زا ايديها وقال لها انت مين ومين سمحلك اصلا ان انت تلبيتيني اخرجي من هنا وجات تيا وحضنة جورية اللي كانت مصدومة من معاملة تيم واعتزرت لها عن اللي حصل وقالت لها ان تيم فقدت ذاكرة لاخر اربع سنين تيم استغلت الفرصة وطلبت وقف عليك تيم وخرجوه كمان من المستشفى وهي فكرت بكل حاجة الا انت يا جورية وكلهم راحوا لبيت جي وكانوا زعلانين جدا على اللي حصل وقالوا انهم لازم يساعدوا يفتكر اي حاجة منها وكيفن قال لهم ولسا الاسوأ من كده ان ممكن تيم يرجع زي الاول وجي قال لهم طب اتكلموا معايا ممكن يسمع منكم ام جي قالوا مامتو عارفة نويانا عشان كده هتمنع ان اي حد مننا يوصلوا وهيفضل مترائب طول الوقت ومامتو امرتهم يتخلصوا من كل حاجة محتفظ بها تخص الجورية وحزفت كل بياناتها من الكمبيوتر والتليفون وحتى رئيسة الخدم منعتها من الوصول ليه وجي كان زعلان جدا على جورية وعلى اللي بيحصل لها ده وقفت جورية في البلكونة وفضرت تصرخ وتقول يا غبي ازاي قدرت تنساني وشدتها كوننج ودخلتها لجوه ام جي قال لها جهازي نفسك علشان تحرب بكل قوتك وترجع تيم من تاني قالت له اكيد مش هستسلم وكيفن قال لها بما ان الجهز استني مننا الخطة مام التيم قالت له انت عندك فجدان في الزاكرة بس هتقدر تشتغل عادي قال لها طفين صحابي ليه مش بشوفهم قالت له لانك لسه ما بقتش كويس بشكل كامل بس لو ركزت على شغلك في خلال شهور بسيطة جدا هتستلم ادارة مجموعات شركتنا زي ما كنت بتحلم دايما وما تهتمش بذكرياتك اللي فاتت هترجع مع الايام ولما جابوله العلاق خدته منه ورميته علشان يفضل ناسي وبدأ يسمع صوت في المكان وفجأة ظهرت جوريا قدامه بعد ما مامته كانت خلاص راحت للشركة ودامه مساعدة رئيسة الخدم وفريق تيم والخدم كانوا عاملوا خطة علشان يقدروا يبعدوا الحراس من قدام الباب وعشان يقدروا تدخل ودي كانت خطة الفريق للدخول لتيم وجوريا بقى عليها انها ترجع له الزاكرة جوريا قالت لي تيم عارفة انك تخضيت بس لازم تسمع مني ووريته صور لهم مع بعض وقالت له ممكن تكون مستغرة بشوية بس انا حبيبتك وحاولت تفكروا بذكرياتهم والدبدوب اللي اشترهوا لها ووريته محادثات ما بينهم فقال لها صح كلام امي ان في ناس كتير جدا انها تحاول انها تخضعني قالت له يعني بعد الكل اللي قلته لك ده انت مش مصدقني قال لها دي مش رسائلي والصور دي ممكن تكوني مصابريكا عادي وممكن الطريقة الغبية دي انها تقنعني مثلا وفضل ينادي على الحراس عشان يخرجوا سوريا ولما حاولت تسكته زقها وقال لها اوعي تلمسيني ومهما قلت مش ممكن اصدقك ابدا شخص زي ازاي يكون مع واحد زيك فمسكته زقته في الارض وقالت له انت ازاي بقيت كده ارجع لشخصيتك الطبعية انا هستناك رغم اني حاسة اني انا فشلت بس انا بحبك حطي ايده على راسه وبدأ يفتكر اللي حصل في المدرسة معاها لما ضربته الاول مرة وقال لها انت مألوفة ليا وزقها وقال لها بعدي عني لان جالي صداع شديد جدا قالت له حكيلي افتكرت ايه قال لها في حاجة مهمة بس مش قادر افتكرها بكل التفاصيل قال لها انا بشوف بنت بس تفضل يصرخ من الصداع اللي عنده وما كانش قادر يحاول يفتكر تاني وهي فضلت تقوله افتكر وانا هساعدك جات مامته في الوقت ده بسبب انها نسلت ورق مهمة وشدت جوريا وقالت للحراس تردو جوريا لبرا وخدوها لبرا وراحت مام التيم وراها وقالت لها مين سمحلك تدخل البيت وتأذي ابني قالت لها انا جاي اساعدك انتي اللي بتأذيه ومش مهتمة غير ازاي هتستغليه بس وحتى لما فقط ذكرته خدعتيه انتي مش بتحبيه ده ابنك مش لعبة ضربتها قلم على وشهة وقالت لها بعمل الافضل لابني وطردوها لبرا وقفلوا الباب وكان الفريق قلقان جدا على جوريا ورئيسة الخدم قالت لهم كل اللي حصل وجوريا فضلت وقفة مكانها لساعات قدام الباب وبدأ ينزل المطر وهي برضو وقفة مكانها وطير شافتها من الشباك بس ما كانتش قادرة تعمل لها حاجة وحاولت تقنع امها بس من غير فايدة خالص وبعد شوية بتنزل مام التيم وبتقول لها اوعي تفكر ان انا استسلمت لكن انا مش فاهمة لامت هتفضلي هنا لأي ان كان الوقت مش هتفضلي اني وقفة بالطريقة دي ومش هخليك تشوفي تيم تاني قالت لها انا عاوز اتكلم معاكي انتي قبل ما تضربيني كنت مستغربة جدا من الغضب الشديد اللي انتي فيه لكن دلوقتي فهمت انك مش بتقدري تستحملي لان اي حد يقولك انك مش بتحبي تيم اتأكدت انك مش قنانية لانك مش شتي حياتك لصالح تيم لانك بتحبيه وعايز اي فهمك وكل حاجة تمشي لصالحه ويكون زيك قالت لها كويس ان انتي فهمتي قالت لها بس عمرك فكرت ايه بيسعد تيم فافتكرت كلام تيه لما قالت لها جورية واقفة تحارب بكل قوتها عشان تيم افتح لها قلبك واسيبيهم يعيشوا بالطريقة اللي هم المفروض يعيشوا عليها ويكونوا صعدة مع بعض تيم عاوز يكون سعيد لا عاوز سلطة ولا عاوز فلوس هو عاوز حب قالت لها مستحيل انا عارفة هو عاوز ايه وإن للمفروض يسعده من وهو صغير كان عاوز يدير مجموعتنا جورية قالت لها هو هيدير المجموعة لان دي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك فخورة بيه وتيم بيحبك جدا لكنه حكالك بلما بتكونوا حتى موجودين على الاكل بتتعاملوا مع بعض ازاي بيكون ممنوع الكلام وممنوع اي حاجة غير في الشغل وبس لما قعد وسط عائلتنا قالي انه عارف معنى الدفع انا ما يهمنيش لو منعتيني انه اشوف تيم لكن يهمني اعرف انه هو سعيد في حياته زي ما تعودت عليه ممت فضلت تفتكر ذكريات كتير جدا وجي تيم وقال لها فيه بنت غريبة عارفة عني كل حاجة واللي بتعمليه ده مسبب لينا فوضى كبيرة انت مفكرة نفسك مين انا من عيلة براما وحلم الوحيد ان اوصل للكمة قالت له انت عندك حلم تاني اهم من ده قالت له كفاية كلام كفاية تتصرفي كانك عرفاني قالت له بس انا فعلا عارفاك قال لها كل اللي يعرقني مش بيتجرق يرد علي اصلا لانهم عارفين انا بكون ازاي لما بكون مزداي قال لها وكمان بتقولي على نفسك ان انت حبيبتي هي دي الطريقة اللي بتبصي بها للي بتحبي فدرت جورية تعايت وتقوله ارجع لي يا تيم قال لها ارجع لي مين كفاية كدب بقى وكفاية خيالات ارجع لي المكان اللي جيتي منه انا دي حياتي قالت له انا مش هقدر احب غيرك عشان كده بتمنى لك الخير وانا بحبك جدا صرخ فيها وقال لها اخرجي من هنا ومشي جورية واتيم كان متوتر جدا وبين عليه التعب وقف المطر وهو في طريق الجوه بيلاقي السلسلة من الدها الجورية قبل كده وقع في الارض ولما خدها بدأ يفتكر وممتو طلبت من الحراس ان هما يفتحوا الباب وجي ورا جورية وقال لها استني قالت له جيت ورايا ليه قال لها عاوز اسألك انا لبستك السلسلة دي عملتي فيها ايه قالت له ما عملتش حاجة قال لها امال لبستهالك ليه قالت له قلت لك ان احنا بنحب بعض قال لها مستحيل انا ما كانش ليه حبيبة وبدأ يكوح كتير جدا فقربت عليه وديته الدواء وقالت له ايه دا علشان انت تعبان قال لها بعدي عني فمسكته من راسه وقالت له بلاش تبقى عنيد وبدأ يفتكر كل اللحظات اللي كانت بتضربه فيها بنفس الطريقة قال لها افتكرت ان انت كمان كنت بتهجميني طول الوقت قالت له كفاية كلام وخد دواك قال لها وافتكرت كمان انك اجبرتيني ان انا اخد الدواء قبل كده مسك راسه ونامع على رجليها وقال لها انا ليه عمل اشوف كل الخيالات دي وكمان افتكرت ان انا نمتع على رجلك بنفس الطريقة دي قالت له صح لما كنا في المبنى اللي جنب الحديقة قال لها لأ على الكنبة في بيتي وانتي بتبسيني قالت له اخيرا افتكرت يا غبي فضل يدرب نفسه ويقول لها انا ازيتك مرة تانية وفضل يعتذر لها كتير ويعايد وشاف رين صورة لتيم وجوريا ورجعهم لبعض وشافها جي وجري على كاننج وقال لها الخبر وفرحها وحضنها من الفرحة والخبر راح لكل احبابهم واخيرا جوريا رجعت لتيم وبعد فترة رجعت جوريا لحياتها الاولى مع عائلتها وافتكرت لما تيم راح يكمل حلمه في امريكا علشان يدير شركاتهم وودع جوريا وقال لها مسافر لمدة اربع سنين ودعني ودع استهله فحضنته وقال لها استنيني والله يا تيم لو رايح تكون نفسك كان زمانك خدتها معاك حتى بضل الخرهضة اللي احنا فيها دي جوريا كانت دايما حاسة بالوحدة لما سافر تيم لكنها كانت بتفرح لما بتشوفه بيوصل لاهدافه وبيعلى شأنه وكل اللي حواليه كانوا مبسوطين بتغيير حياته وطبعا الفريق كانوا دايما بيتطمنوا على جوريا وبيوصلوها للمدرسة يوميا قالت لهم بعرف اروح لوحدي قالوا لها حبيبك مدينا قواعد نمشي عليها والقاعدة 76 ان كانت ممنوع حد يقرب منك ولا يوصلك للمدرسة غيرنا احنا او اي حد يضايقك على السوشال ميديا اي حد يضايقك على السوشال ميديا هنحذف حزاء حساباته للأبد قالت لهم قادر حتى هو مش موجود يعملي فوضى وعلى الرغم من كل اللي رجع لحياتها من تاني المهم ان ما فيش كارتة احمر في حياتها دلوقتي وطلعت للسطح وشافت رين جاي قالت له عرفت ازاي ان انا هنا قالها كنت متأكد ان هلاقيكي هنا قالت له جيت ليه قالها كنت عاوز ارسم في حبيت اجل هنا وتيم بعتلي جده للحفلة ودها بوكسة هداية وديته اخر ثلوس من الديون اللي دفعها لها قبل كده وقالت له هترسم ايه قالها هرسم الكل عشان احتفال فرح ميرا بعد شهر ولما روحت شافت الهدية اللي كانت فستان ابيض وكان جميل جدا وسمعوا صوت عربية تحت البيت وكان بابا جوريا جايب عربية علشان ينقله قالوا له ازاي ده هيحصل وجوريا لسه عندها حفلة النهاردة قالهم جوريا ملهاش علافة انا هشيل كل حاجة وطبعا في الاخر حال بيرسى ان جوريا هي اللي بتشيل كل هموم البيت كالعادة يعني وحتى هي اللي ساقت العربية علشان توصل لهم الحاجة ووقت الحفلة كان خلاص لكل موجود معادة جوريا كانت بتصلح العربية اللي عطلت بيهم واخيرا افتكرت امها انها لازم تروح للحفلة وقالت لها انت اتأخرتي جدا وجي اخوها علشان يجيب لها الفستان وقامل نفتين ولما وصلت لما كان الحفلة بهدوم المدرسة كانت الحفلة خلصت اصلا وما فيش اي حد موجود ولقيت موجودة على الارض كارتة احمر من تاني وكل ما تمسك واحد تلاقي غيره وفضلت ناشى وراهم لحد ما وصلت للملعب القديم اللي كانوا بيعقبوا فيه اصحاب الكارتة الاحمر وكان خلاص صحابها موجودين هناك وقالوا لها انت خدت كارتة احمر من تاني واللي اداك الكارتة مستنيكي جوه ولما دخلت لقيت تين في شاشة كبيرة قالها دايما كده موعدك متأخرة ولازم استناكي فين الفستان اللي بعدتهولك قالت له انا اسفة وقع مني في الطين قالها انتي كده مناسبة اكتر قالها انتي مش زعلان اني مجدش للحفلة صح قالت له شوية صغيرين قالها هو زعلان شوية صغيرين بس وفجأة ظهر على الشاشة صحابه معاه وقال لها حفلة حبيبتي ازاي ما احضرهاش وجي من وراها وقالت له مفاجأة حلوة منك قالها مش مفاجأة دي حفلة وكان مجهز لها المكان وكان واو جدا وقال لها طلبت من الكل ان مفيش حد وقال لها وكل شغلي في امريكا وده معناه ان حققت حلمي ونزل في الارض وكان المفروض لكل مفكر انه هو كده هيتقدم لها بشكل رومانسي اتاريه لسه سازج زي ما هو ونزل يربط رباط الشوز بتاعه عادي جدا وبدأت الحفلة والكل كان مبسوط جدا وفتكرت جورية كل الصعبات اللي وجهتها لحد ما وصلت لهنا وكان صبرها في محله كنت معاكم ماي احمن ونسوش باللايك وشير السبسكرايب اشتركوا في القناة